بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذه قراءة للجزء السادس من كتاب زمن المحلات السلطانية لكاتبه لويس آرنو ثورة بوحمارة وبعد مضي مدة قليلة انطلقت محلتان نحو فاس حيث ستعسكر الأولى بسيد بودومة قرب وزان بقيادة مولاي عبدالسلام الأمراني أما الثانية فانطلقت نحو أراضي أيت يوسي وقد كانت مهمة الأولى تقتضي جلب ضرائب المنطقة وحماية مدينة وزان المهددة دائما بهجومات جبالة رغم تأثير وقوة شرفاء وزان أما مهمة الثانية بقيادة عمر اليوسي الذي كان في صراع مع قبيلته فتقتضي الذهاب إلى لوطا في منطقة إنجيل لاستخلاص الضرائب المتأخرة وتأكيد نفوذ السلطان خاصة أن أيت يوسي قد هاجموا ونهبوا قصبة قائدهم في يونيو ويوليوز 1902 وقد كانت تضم هذه المحلة كل الجنود النظاميين وبعد وحدات القبائل أما مدربو الوحدات الإنجليز والفرنسيون فبقوا في فاس أولا نشوء وتطور حركة بوحمارة وصادف هذه التحركات وجود رجل يمتطي حمارة رمادية اللون يجوب أطراف المحلة متسولا وفي الوقت نفسه مستطلعا ومتحسسا على أحوال المخزن والوزراء والتسلح والمدافع وعدد أفواج مولاي عبد العزيز إنه الجيلالي بن إدريس ليوسفي الزرهوني الذي سوف يشتهر فيما بعد باسم بوحمارة لأنه كان يرى دائما ممتطيا حمارته يتنقل بين وزان حيث تعسكر الأفواج الشريفة وفاس متجولا في الأسواق قرب دار المخزن حيث يسجل كل الملاحظات التي سوف يستثمرها فيما بعد حين تمرده وقد كان شاهد عيان في الواقعة التالية التي جرت أطوارها بفاس حيث دخل أجنبي أمريكي يقال أنه جاء لزيارة فاس إلى ضريح مولاي إدريس مع العلم أن ذلك محرم على غير المسلمين فتجمع الناس حوله عند خروجه من الضريح وعن نفوه بل إن أحد المتعصمين رماه بالرصاص وقتله ثم دخل مستأجرا بضريح الولي فقرر السلطان الذي مل كثيرا من هذه المشاكل التي يثيرها الناس حيث إنه لم تكن تمر سنة إلا ويقتل أجنبي بهذه الصيغة مما كان السبب في مجيء فرقاطات من هيئة الأموات إلى طنجة تهدد المدينة بمدافعها إضافة إلى احتجاجات السفراء الطالبين بمعاقبة المجرمين مع أداء غرامة مالية أي دية كبيرة إلى استدعاء مجلس الوزراء حيث أدل كل واحد بوجهة نظره مما جعل هذه المحادثات تدوم وقتا أطول دون الوصول إلى نتيجة محددة فصرخ مولاي عبد العزيز في الأخير في وجه الوزراء قولوا ما بدى لكم أما أنا فلا أعرف الأسباب التي من أجلها قتل هذا المسيحي أريد أن أرى هذا المجرم ليفسر لنا تصرفه أحضروه حالا فأنا في انتظاره وبعد لحظات وصل ذلك الرجل إلى دار المخزن بين يديه على صدره لوحة خشبية مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية وكلام يثبت أنه من أتباع مولاي إدريس شجرة النسب فخرج السلطان من مكتبه وجلس على الكرسي وحوله وزراؤه ثم قال قائد المشور ابن يعيش أحضر ذلك الرجل ومن معه وشرافاء ومقدمي الزاوية والمشاورية فقال السلطان لذلك الرجل بعد أن أخذ منه تلك اللوحة وقبلها ماذا فعلت إذن بهذا المسيحي ولما قتلته؟ لقد دخل يا سيدنا إلى ضريح مولاي إدريس لكن إن مولاي إدريس هو من ناداه وأدخله بالقرب منه وأنت تجهل هذا فماذا كنت تفعل أنت هناك؟ كنت أقوم بالزيارة فالمسيحي أيضا كان يقوم بالزيارة ثم إن ولينا باستطاعته أن يبارك في الناس أينما كانوا والآن أجبني من فضلك من أمرك بقتله فطأطأ الرجل رأسه ثم قال لا أحد فعلت هذا لوحدي لكن لماذا قتلته؟ لأنه مسيحي غريب ليس من حقه تدنيس الزاوية آهن يا ابن الحمار الذي لا يعرف شيئا أولا تعلم أن المسلمين والمسيحيين واليهود كلهم إخوة رغم اختلاف دياناتهم ثم إنه لقتل إنسان ما لا بد أن يكون هناك سبب ما أما أنا فلحد الآن فلا أرى أي سبب لذلك سيدنا إن مولاي إدريس هو الذي قال لي أن أقتله آهن جيد فإن مولاي إدريس هو من قال لي الآن أن أقتلك أنت فقدم مولاي عبدالعزيز الشرفاء والمقدمين وأعطاهم كيسا من مئتين دور لصندوق الزاوية وقال للشرفاء أعتقد أنكم لا تعلمون خطورة تصرف هذا الرجل فلو كان مولاي إدريس مكاننا الآن لقتله توا فكروا بعض الشيء في المشاكل التي سيواجهها المخزن مع الأوروبيين وفي جميع الديانات التي ستعطاهم واعلموا أيضا أنه لا يمكن أن أترك هذا الرجل دون عقاب فقد مللت من اغتيالات الأجانب لسبب أو لآخر ولا بد أن تعطى العبرة لمثل من يقوم بهذه العمليات فقد أخطأ فعلا ذلك المسيحي بدخوله إلى ضريحكم لكن ليس لدينا الحق في قتل من يخطئ أو يفعل سواء والآن انصرفوا فتجمع الجنود وأعدموا ذلك الرجل بباب المكينة وهذه هي الأسباب التي ستكون وراء ثورة بوحمارة القوية لقد تدخل السلطان في هذه الواقعة شخصيا وقام بتحقيق مطول حتى يكون عادلا فيما يفعل وهذا شيء لم يكن معتادا فتكلم الناس عن هذه الواقعة في فاس كلها وأهل فاس معارضون بالفطرة وعن تفاصيل العملية والتحقيق والإعدام وقالوا بأن مولاي عبد العزيز قد أخطأ بتصرفه هذا وأن ذلك المسلم فعلى خيرا عندما قتل ذلك المسيحي وأن ما قام به السلطان يعد مخالفة عظمى لمولاي إدريس بل كان الساخرون المستهزئون يقولون إن على رأسنا أي عرشنا ليس ابن مولاي الحسن بل هو ابن مكلان إنه فارس إنجليزي وقد كان مولاي عبد العزيز الذي يحب الخيول يفضل ويقرب منه النقيب أوجيلفي رئيس الخيالة المغربية حيث كان مختلف قواد الرحى الطيب المديوني وابن سعيد الكاركور وعلال ولد الطيب وولد بوخشعة ومحمد المطيري تحت إشرافه لقد كان متأثرا جدا بالإنجليز المحيطين به وأعتقد أن هذا المسيحي المقتول من جنسية إنجليزية فقد كانوا موجودين دائما بالقصر يلعبون بالدراجات الهوائية وكرة المذرب ولعبة البليار حيث إن مكلان وباقي الإنجليز هم من يأتي بهذه اللعب من بلدهم وكان يحضر معهم أحيانا مؤنس السلطان علي البلوت حيث كان المدربون الإنجليز معجبين من بهلوانياته ومستملحاته وحيله وكان عندما ينزل إلى المدينة يحكي كل هذه الأحداث عن الأمير أي السلطان والقفزة على الحواجز بالدراجات الهوائية والحفلات الموسيقية والصور الفوتوغرافية التي كان السلطان يلتقطها بمختلف الألبسة مما جعل الناس يقولون بأنها تصرفات لا تليق بأمير وأعتقد أنه كان لهم الحق في ذلك يحدث كل هذا وبوحمارة يتتبع الأحداث في صمت دون أن يقوم بأي شيء وقد كان تزايد نفوذ الإنجليز في القصر من نتائج التنصيق الذي وقع بين وزير الحربس المهدي بنبهي وماكلان أما المدربون الفرنسيون فقد همشوا بعض الشيء حيث كانوا مكلفين فقط ببعض الطوابير الأقل تجهيزا وعناية وبأجرة لا مقارنة بينها وبين الطوابير التي يقودها الإنجليز وقد أدخل هذا الوزير المنبهي نفسه أحد أصدقائه من الشباب إلى القصر إنه الحاج عمر التازي أخ وزير المالية الشيخ التازي الذي لم تكن له مهام محددة حيث كلفه بكل ما يتعلق ببناء وصيانة بنايات القصر فأصبحت علاقته مع السلطان أكثر حميمية من صديقه حيث كان يتجول مع السلطان كل مساء في القصر يناقشان أمور الهندسة وأشياء أخرى وعندما اقتضت الضرورة أن يبعث إلى أوروبا شخصا ثقة لشراء بعض الحاجيات اختير عمر التازي ولما كان يعلم هذا الأخير تعلق السلطان الكبير بالترك استقدم إليه ستة حسناوات شركسيات يعزفن على البيانو والكمان والغيطارة فصر السلطان من عمر التازي وكلفه بعد أن استراح بعض الشيء باستقدام المزيد ولما كانت هذه الأشياء من مهام الحاجب فإن السي أحمد الركينة قد أحس بالحرج والتهميش فها هو شخص آخر استطاع أن يدخل إلى محيط السلطان ويرضى بالرضى والتفضيل مما جعل المنبهي النجم يحس بدوره بخطورة هذا الوافد الجديد حيث أصبح مختلف القواد الذين كان المنبهي قد عينهم في سلك الجندية يأتون بشكاية أو عقوبة أو قرار من وزير الحرب ويدخلون به عند عمر التازي الذي سمع احتجاجاتهم وشكايتهم ويدخلهم بدوره عند السلطان الذي يبث في قضاياهم دون استشارة الوزير المعني وهكذا بدأت ملامح الغنى والحضوة تظهر في عائلة الحاج عمر التازي لكن هل تظن أن بحمارة الذي يتجول دائما في فاس ويرى ويسمع ويلاحظ الفوضى في صفوف المخزن وكذلك تلك الأهمية الكبرى التي أصبح يليها السلطان للأوروبيين وتلك الأدوار التي يقومون بها من أجل الاكثار أو استنزاف أموال القصر وعدم التفاهم والانسجام بين أعضاء الحكومة والأحقاد والضغائن التي تفرق بين الشخصيات الكبرى التي لا تبحث سوى عن الاغتناء لا يكثرث بهذه الأشياء أي بالسياسة الداخلية للدولة التي تسير بشكل عشوائي كجري جواد دون فارس لا إنه متعلم وكان قد عمل مع مولاي الحسن في فيلقة طلبة المهندسين كما كان كاتبا لمولاي عمر خليفة السلطان على فاس ثم إنه كان ذكيا ويقال عنه أيضا أنه كان يتعاطى بعض الشيء للسحر وفي صباح أحد الأيام عندما ضبط ما سيقوم به وسطر خطته وتصميمه كمهندس يفكر في بناء منزل ما ركب حمارته الرمادية وغاد رفاس كفلاح من البوادي ليلتحق بقريته في الجبل وفي طريقه عرج على القبائل الشرقية ليزرع بعض البدور بدور التمرد التي سوف يحصدها عندما يكون في حاجة إليها وهكذا زار الحيينة وبني سادن وبني وارين وتسول وجيرانهم البرانس وهي كلها قبائل موالية بعض الشيء للمخزن وقد كان يحكي لأعيان هذه البوادي والقرى التي يمر بها عن الضعف الكبير الذي أصاب الحكومة وعن ميول القواد والرؤساء إلى الأوروبيين حيث لم يعوذوا ينظرون إلى الأشياء إلا بعيون الإنجليز وعن مشهد القتل في زاوية مولاي إدريس وعن ملاهي وألعاب سلطان غير مقدر لقيمة عرشه وعن الأموال المبددة بتفاهة وتبدير وعن عدم كفاءة وزراء يتحاسدون فيما بينهم وعن ضرورة تدخل المؤمنين الأقوياء لتصحيح الأوضاع ولو بالعنف اتباعا لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وعن كل ما يمكن أن يقال عن أوضاع فاس ثم يذهب ويثرق لهم جميعا بركته لكن نفوذه القوي لم يبدأ بالفعل إلا بعد وصوله عند غياثة عقب مقلب أو حيلة سحرية سأحكيها لك فبينما كان ذات يوم يتحدث بكلامه المعتاد في إحدى القرى عن الوضعية المزرية التي يمر منها المغرب والتي تفنن في وصفها حتى أصبحت أكثر سوداوية طلب من مضيفه أن يهيئ له الشاي لكن لم يكن هناك نعناع فقال أحدهم إنه موجود عند فلان فبعث بشخص لذلك وكانت على بعد كيلومتر من مكان الجلسة زريبة لأحد الفلاحين فيها بعض النعناع فلما لم يجد ذلك الشخص أي أحد اقتحم الزريبة وأخذ ما يحتاجه من نعناع وعند رجوعه وجد الفلاح صاحب الزريبة الذي وصفه باللس وعنفه كثيرا فرجع ذلك الشخص إلى النوالة التي كان فيها بوحمارة منهكا ودون نعناع فقال له ماذا حدث فلقد تأخرت ولم تأتي بشيء نعم السلفقيه لقد ذهبت مسرعا لكنها المواجهة والمشاجرة هي التي أخرتني وحكى له القصة ماذا؟ لقد تجرأ على فعل هذا وقال بأن النعناع له جيد فانظر ماذا ستفعل به بركتي وبعد قليل من هذا الكلام اشتعلت النار في تلك الأخشاب والأشواك المحيطة بالنعناع ويمكن أن يكون بوحمارة قد بعث أحد مستأجريه لإضرام تلك النار خاصة أنه رأى تلك المواجهة من النوالة التي كان يجلس فيها وقد يكون هذا مظهرا من مظاهر بركته لست أدري لكن كل من كان حاضرا تعجب من المشهد وسارع إلى تقبيل يده فبللهم ببعض ريقه تبركا منه وقد كان لهذه الواقع الغريبة أثر كبير في نفوس جميع الناس وأدركوا أن بين ظهرانيهم شخصية قوية بل حتى إن ذلك الفلاح الذي أحرق نعناعه قد جاء مستعطفا بالكثير من النعناع بين يديه فأخذ بوحمارا كل وقته وقال بعد أن فكر مليا لقد عفوت عنك وسامحتك وستذكر طول حياتك عواقب رفض إعطاء النعناع للشريف أما الآن بالنسبة لكم أنتم وتوجه نحو الآخرين فقد صررت جدا لمشاهدتكم مظاهر قوتي وأنا قابل لسلامكم وتحياكم واحترامكم وخضوعكم لأنه لو تماديتم في خطائكم لأحرقتكم جميعا ولما بقي من قريتكم سوى الأطلال لكن الآن فلنشر بالشيء فانحن الجميع معلنين استسلامهم وخضوعهم وولاءهم ثم شرع في تفسير ومناقشة ما ورد في القرآن مع متعلمي الجماعة ولم يجد أي صعوبة في التحكم في هؤلاء الرعاة وقد كانت جميع الظروف مواتية ليقول بحمار لشيخهم هل تعرفني؟ هل تعلم من أكون؟ لا لم تقل لبعد من تكون سأقول لك إذن وهذا سر بيننا لأنني أقدرك أنا هو مولاي محمد ولد مولاي الحسن ماذا؟ أنت هو؟ شه أريد أن يبقى هذا سرا آه سيدي إلى أين متجه فوق حمارتك؟ إني متجه نحو القبائل والبلدان لأجمع المؤمنين الحقيقيين المستعدين للبارود ولتنظيم محله وإرسال وحده ضد أفراد المخزن الموالين للمسيحيين الذين يبددون ثرواتنا ويسيرون بنا في نهج الفوضى والإضطرابات فسأنالهم جميعا وسأقطع رؤوسهم بحول الله لكن أين هي محلاتك؟ وأين ستجمعها؟ فقال بوحمار ضاحكا يبدو أنك رجل طيب فكل القبائل من الساقية الحمراء وإلى تافيلات وإلى جنوب وهران قد باعتني ولا تنتظر سوى موافقتي لتنظيم محاربيهم وإعطائهم إشارة الإنطلاق ثم أخذ يبحث في جانبي برنوسة ليظهر للشيخ رسائل موجهة لعنوان مولاي محمد بن مولاي الحسن من سوس وحاحة وارحامنة ودكالة ودرعة وكل قبائل الجنوب والشرق لكن الشيخ ومن خلال ما رأى وما سمع لم يعد يستطيع حفظ السر فشاع الخبر بين كل أفراد الجماعة ومنها إلى باقي الناس حيث وصل الخبر بسرعة كبيرة إلى فاس التي علمت أنه يوجد عند غياثة متمرد يسميه الناس بوحمارة والذي بدأ في الإعداد والتمرد ضد المخزن فقال بوحمارة لغياثة لقد سبق لكم يا غياثة الأوفياء أن حاربتم إلى جوار مولاي إدريس ومن أجل ذلك جئت إليكم إني أحب فيكم يا غياثة صراحتكم واستقامتكم وحماسكم وانضباطكم في الحروب وأريد أن يكون مخزني ووزرائي منكم وهكذا التفت حوله كل اللصوص والمتعطشين للنهر وكل من يرغب في النقود والتشريف والمعارضين ليكونوا جيشا قويا وبدأ القلق يتسرب إلى نفس السلطان الذي كانت تصله أخبار تقدم هذا التمرد فكتب إلى الحيينة بتنظيم محلة ضد غياثة وعززهم ببعض الفرسان والقائدين لمودا وبالخياط لقيادة العملية فانتاب الخوف غياثة فقال لهم بوحمارة ماذا؟ هل أنتم خائفون مرتعشون من هذا الذباب؟ إنه فعلا شيء مؤسف لقد كنت أظنكم أكثر شجاعة مما أرى ثم إنه ليس هناك ما تخافون أوليست لي بركة وأقول لكم صراحة وباسم الله الذي يحفظنا جميعا أن كل من مات فجزاؤه الجنة وبعد هذه الكلمات تقدم الفرسان وأعطى الأمر بالانطلاق لجنوده المحيطين به لمواجهة الحيينة الذين يتقدمون وهكذا لم تفتأ مظاهر بركته أن تبرز فلم يطلق الطلقات الرصاصية الأولى حتى أرعب الحيينة وتراجعوا بسرعة إلى الوراء تحت مطاردة بوحمارة وغياثة فأحرقت أنوايل وجمع الأسرى مع القطعان لأن الحيينة طوردوا وعنفوا وسط أراضيهم ولما جمع بوحمارة الأسرى قال لهم ها أنتم الآن بين يدي أفعل بكم ما أريد ماذا تفضلون أن تكونوا محمديين معنا نحن الورثة لعرش مولاي الحسن أم كرونوليين مع أخي الشقي مولاي عبد العزيز نريد أن نكون محمديين إذن فأنتم أحرار يمكنكم الذهاب إلى أهاليكم لأنني لم آتي لإثارة الشغب والفوضى لكن لأنشر النظام فيما بينكم وإسعاد المؤمنين الحقيقيين فعمت الفرحة والسرور بين صفوف المحاربين وأطلقت الرصاصات إعلانا للفرحة والبهجة وصاح غياثة والحيينة الله ينصر مولاي محمد ولد مولاي الحسن وها هو الآن الجلالي ابن إدريس أو أبو حمارة قد أصبح سلطانا في حين لا زال مولاي محمد الحقيقي دائما في السجن وبعد هذا الانتصار الصغير ومبايعة هاتين القبيلتين انطلق أبو حمارة رفقة حراس أقوياء تاركا إطلاق النار متبادلا وراءه نحو بني وارين وقد كانت هذه الأحداث كلها في بداية فصل الشتاء في 9 أكتوبر 1902 وهي فترة غير ملائمة للحرب لأن العادة جرت أن تكون الحرب في فصل الربيع عندما تكون الأرض محروثة ومزروعة وقد سر أهل فاس وساد بينهم الإنشراح عندما علموا أن بو حمارة قد غاضر غياثة إلى بني وارين وأشار الوزراء الذين لهم رغبة ومصلحة في الرجوع إلى مراكش على السلطان بقولهم إن مقامك هنا سيدي بالشمال لم يعد نافعا وذا جدوى وكل الأوضاع هادئة فيمكنك التحرك قبل الشتاء نحو الحوز على عادة آبائك أما هؤلاء الذين كانوا يعارضون الفكرة ويودون البقاء في فاس فقد قالوا أتنصحون السلطان بالذهاب إلى مراكش ويطرق خلفه ولد الحرام بو حمارة الذي تجرأ على انتحال شخصية مولاي محمد والمبايعة سلطانا ألا تعلمون أن هذه عملية خطيرة خاصة أن أتباعه الحمقى والمجانين سيصلون بعد أيام فقط إلى مشارف أسوار المدينة فاس فأجاب الآخرون إذن فأنتم خائفون من متمرد صغير يمتطي حمارة إنه لا شيء إنه فراشة ليل سوف تنتهي بإحراق نفسها بيدها سيدنا لا تهتم بآراء هؤلاء البكائين فقرر السلطان أخيرا الذهاب إلى مراكش بعد أن استقدم كل القبائل الموجودة حول المدينة وقيل لهم بعد اجتماعهم ها هو السلطان سيرحل إلى مراكش وقد كلفكم بالقضاء على هذا الجبان الأرعن المسمى بوحمارة فليرحل سيدنا هادئ البال فسنتكفل نحن بذلك جيد فمن جاء منكم برأس بوحمارة فسيكون جزاء قبيلته خمسون ألف دور أي مئتين وخمسون ألف فرنك فليسافر السلطان مرتاحا إذن إننا هنا وأخذ بلخياط الكلمة وقال فليذهب سيدنا دون تفكير في هذا الأمر فإن بلخياط يضمن لك القبض على بوحمارة هذا بمجرد أن يرجع إلى الحيانة وسيأخذه سيدي المخزن فقال المخزن لبلخياط إذا أتيتنا برأس بوحمارة فإننا نعدك بتعيينك قائدا على كل الحيانة مع خضوع كل البلاد الموجودة بين تازة وفاس تحت نفوذك وأن محادثاتك واتصالاتك ستكون مع السلطان مباشرة وبعد انتهاء كل هذه الأشياء عادت كل القبائل المجاورة لفاس إلى بلادها فجمعت المحلة على الطريقة المعتادة لسفر السلطان من فاس إلى مراكش حيث كان هناك كل الجنود النظاميين باستثناء طابور العبيد المكون من 600 فرد تقريبا لأنه كان قد بعث منذ شهور بقيادة بالخير الحمر لأيت يوسي لتقوية صفوف القائد عمر اليوسي الموجود في مواجهات صعبة ضد أهل قبيلته الذين ثاروا ضده واجتاحوا قصابته وعند اجتماع كل أطراف المحلة استغرب الجميع لغياب العبيد السود أي حرس السلطان الخاص فقيل لمولاي عبد العزيز كيف تسافرون هكذا دون طابور العبيد؟ لا يهم فرجالي ليسوا سوى في مهمة ضرفية استثنائية لقد أعطيتهم الأمر بالالتحاق بالمحلة في الرباط حيث سنقيم بعض الوقت ثم إنني مسرور لعدم وجودهم معي في هذه الأتناء لأنه إذا ذهب بوحمارة عند أيت يوسي فإنه سيفاجأ بعبيد السلطان عنده دليلا على وجود المخزن في كل مكان لكن هؤلاء الأفراد لم يلتحقوا بالمحلة وبقوا بإنجيل مع عمر اليوسي ورغم كل هذا فإن السلطان القلق دائما من سير الأوضاع قد بعث محلة إلى الحيينة من 2500 رجل بقيادة أخيه مولاي الكبير لإطفاء نيران التمرد حيث مندلعت وقد كانت تصل أخبار صارة عن هذا الطابور المعسكري بواد إيناون وقبل انطلاق السلطان بوحمارة وغياث إلى جبال هذه القبيلة حيث يقال أنه اختفى عن الأنظار هكذا غادر السلطان ومخزنه فاس في عشر نوانبر ليدخل مكناس محاطا بكل قواد الخيالة الذين دربهم الإنجليز وسط حشود من 20 ألف رجل و12 مدفعا كبيرا باء أطوار المواجهات الأولى ولم تدم الإقامة في مكناس سوى عشرة أيام لأننا لم نصل صلاة الجمعة إلا مرة واحدة فانطلقنا جنوبا لإصلاح الأوضاع عند بن مطير وقروان وزمور الذين تمردوا من جديد وقد عززت المحلة بوحدات القبائل النوايب الشاوية 1500 رجل واسراغنا ألف رجل بقيادتي بل لمد ثم عسكرنا بدار أم السلطان وفي اليوم الموالي بسيد عبدالقادر بوغرنات في بلاد جروان لكن على طول الطريق كانت تصل رسائل ملحة إلى المخزن من الباشا سي عبدالسلام بن شكرة الذي أصبح يهدده بوحمارة في منطقة نفوذه أكثر فأكثر لكن لم يرد عليه بأي جواب بدعوى أنه ليس سوى خائف مرعوب وكان يشير في رسائله أن هذا التمرد قد عسكر مع أتباعه تحت أسوار تازة ثم إن عدد جنود الحمية غير كاف ثلاثمائة رجل للدفاع عن المدينة وكان رجال المخزن يقولون إن ابن شكرة خائف جدا من بعض المتمردين إنه يرى بوحمارة في كل مكان أو لم يسعد إلى الجبل ليختفي في أعالي الجبل لكن رغم كل هذا الكلام فإن الإضطراب والقلق ظل سائدا في أوساط المخزن حيث ظهر فريقان بهذا الخصوص فريق بزعامة غرنيط بن سليمان وابن يعيش يريد أن يرجع إلى فاس والقضاء على بوحمارة في حين يريد الفريق الآخر بزعامة الشيخ التازي ومن معه إتمام الرحلة إلى مراكش وكان المنبهي قد احتفظ لنفسه في هذه الأجواء بصمت حذر خاصة أنه لم يكن له أصدقاء يجعلونه ينظم إلى هذا الفريق أو ذات لكنه كان يرغب في الذهاب إلى مراكش حيث يوجد أهله وذلك أفضل من الرجوع إلى فاس وفي خضم هذه الأحوال التحق بن شغرة بالمحلة بعد أن لاحظ أن الأوضاع أصبحت خطيرة بتازة وها هو قد فر إلى مكناس ليحتمي بالسلطان بدعوى أنه جاء ليطلعه على الأحوال ويخبره بالمستجدات أما الأعيان أعيان تازة الذين خافوا على ثرواتهم وأموالهم فقد بايعوا بوحمارة وقال الباشا بن شغرة للسلطان بعد أن نجى بنفسه آه يا سيدي إنكم إذا ذهبتم إلى مراكش فستطرقون وراءكم النيران مشتعلة أتذهبون يا سيدي وهذا العدو في أعقابكم كما لو أنكم فررتم خوفا منه فيجب القضاء على هذا الرجل أولا ثم بعد ذلك تغادرون فاس بعد أن تكونوا قد سحقتم مولاي محمد المزيف هذا فالناس يعتقدون أنه أخوهم ثم إنهم يتهيأون لمساندته ومؤازرته لأنه يطالب بعرشكم فاجمع المجلس الحكومة ليستمع إلى بن شغرة وهو يشرح الأوضاع كم عدد أفراد محلة هذا المتمرد هل هو خطير إلى هذه الدرجة؟ إن له خمسة عشر ألف فارس يكونون فيلقه النظامي وأغلبهم من غياثة كما أن كل واحدات القبائل الشرقية والحيينة وبني وارين والتسول والبرانس قد بايعته ويقولون إنه رجل خطير إنه محارب جيد يحبه أتباعه متعلم ماكر وأقول لكم وصراحة إنه لو تابع السلطان طريقه نحو مراكش فإن بحمارة سيدخل فاس دون مقاومة ودون إطلاق رصاصة واحدة ففكر السلطان قليلا وقال لماذا غادرت التازة التي أمنتك عليها؟ فإنك أنت أول من كان عليه أن يدشن بداية المقاومة والأخداء بيد الأعيان سيدنا ليس لي هناك لا أخ ولا صديق فأنا من الحوز ولا أستطيع بعبيدي الثلاث الوقوف ضد غياثة وأهل تازة الذين بايعوهم أنفسهم بحمارة وخطبت الجمعة باسمه على المنابر باسمه وهو يلقب بحمارة هل جن أولئك الناس؟ لا يا سيدي إنهم يدعونه مولاي محمد ويقولون إنه أخوكم وأنا لا أعلم سوى هذا فماذا تريدون مني أن أفعل؟ فانفجر مولاي عبد العزيز ضاحكا ثم قال إن أخي سجين حاليا في إحدى المنازل بقصري في مكناس فليس هو لقد كان الكل يرى أن الأوضاع خطيرة وقررنا الرجوع استثناءا من قروان وزمور إلى مكناس حيث عسكرنا بعد ذلك بسيد بوزكري في إتنان دجنبر في انتظار وصول أخبار عن محلة مولاي الكبير منتازة وقد ذهب السلطان إلى مولاي محمد في مكناس يقول له أتسمع برجل ذهب عند غياثة ينتحل شخصيتك ويؤلب علينا قبائلنا فأجاب مولاي محمد ماذا تفعلون أسيدي؟ أولاد الحرام كثر فأرجع إلى مكانه فتيقنا أن بوحمارة مخادع ماكر وأن ابن شكر نفسه قد صدقه لكن أخبار محلة مولاي الكبير كانت سيئة فقد هزمت على مقربة منتازة حتى اتحد الحيينة وغياثة ونهب المعسكر الشريف في السادس من دجنبر والآن يجب التحرك بسرعة وهكذا غادر السلطان مكناس ليدخل إلى فاس في تسعة دجنبر حيث قرر وبطلب من صف الضول غرنيط وابن سليمان والعلماء والشرفاء وأعيان فاس أن يمدد إقامته بفاس إلى حيل القبض على هذا المتمرد فجمع كل قواته الكبرى وأعطى الأوامر لكل المناطق بمحاربة بوحمارة وطلب من القبائل المخزنية الالتحاق حالا بفاس وفتح خزينته وأعطى الأموال الكثيرة وقام بكل ما في وسعه لتنظيم هذه المحلة التي رغب غريط وابن سليمان وآخرين أن يقود هس المهدي المنبهي ولكن أهل فاس كانوا يستهزئون ويسخرون من هذه الاستعدادات ويستخفون بالسلطان مظهرين من جديد ورغم كل هذه المجهودات أن من كان معوجا في أول أمره يبقى دائما على نفس الحال ولا بد أن أقول لك أن ما جعل الفاسيين يعارضون السلطان ويتناقص احترامهم له شيئا فشيئا هو إعطاؤه الأولويات والفرص للأوروبيين للتدخل في شؤون منزله وكان الناس يخافون أن يمتد هذا التدخل إلى كل جهات البلاد إضافة إلى بعد سلوكه عن سلوك الأسر المخزنية القديمة المتعقلة والرزينة بل إنه جمع حوله الرعاة الذين لم يأتوا إلا للاغتناء كذبابة حول شهد نحل وكنا لا نجده في الشارع إلا محاطا بستة رجال مكلفين ببغلته إذا وطأت على حجارة ما بالطريق ثم إنهم لم ينسوا أحداث الزاوية كما كانوا يستهدئون أيضا من الجنود المتجولين في المدينة المكلفين بمنع الخصومات مع الأجانب وهكذا وصلت وحدات القبائل مع قوادها إلى فاس وأعني وحدات الحوز والشاوية وعبد ودكال وحاحة وسوس والغرب وآخر المرابطين دائما في فاس الجديد ووصل عدد الجنود بالإضافة إلى الوحدات النظامية أربعون ألف رجل بالمدينة لكن بدل القيام بمحلة واحدة كبيرة فقد قرر بالمقابل بعث أفواج صغيرة شيئا فشيئا وبالتوالي نحو وادي إيناو فتوجهت حركة بقيادة السي محمد الأمراني لمؤازرة مولاي الكبير وجمع شتات أفواجه ثم توجه بعد مرور أيام فيلق آخر بقيادة السعباس المنبهي أخو وزير الحرب ثم فيلق ثالث فيما بعد بقيادة سيبو علي الدكالي ثم رابع بقيادة مولاي عبد السلام الأمراني والخامس بقيادة سعيسى بن عمر ووصل العدد في المجموع عشرين ألف محارب وقد كانت العادة تقتضي أن يقود المحلة قائد واحد كبير لكن ما دام لم تعطى أوامر بهذا الخصوص فإن وزير الحرب سلمهدي المنبهي الذي غالبا ما كان يكون هو القائد قد بقي دائما في فاس فأخذت هذه الفيالق كامل حريتها في مواجهة العدو والتدخل بقوة في كل وقت لقد كان خطأا جسيما أن يكون لكل محلة أفواجها النظامية ومدفعيتها وموكبها وقائدها تحارب وقت ما شاءت وكيف شاءت فلم يكن هناك أي تنصيق واضح وسأعطيك مثالا صارخا عن ذلك فقد كانت تطلق أكثر من طلقة مدفعية واحدة عند صلاة الصبح والمغرب في حين كانت العادة قد جرت أن تكون هناك طلقات واحدة أما في تلك المحلات المعسكرات فكنا نسمع أكثر من خمس طلقات متباعدة فيما بينها وهكذا ظهر سوء التنصيق فيما بين هذه الأفواج بشكل واضح وحسب المثل العربي عندما تكون قبيلة ما على حافة الانهيار فإن الكل يرغب في أن يكون قائدا أو رئيسا أما بوحمارة فقد عسكر في عقبة بني مكادة على الحدود بين الحيينة وغياثة حيث التفت وراءه ليجد رجال المخزن قد وصلوا إلى أوطاب عبان وكان قد اجتاح بعض الدواوير وسمع طلقات المدفعية الخمس الدالة على الفوضى وعدم التنصيق والانسجام في الصفوف المخزنية اجتمعت الفيالق في أوطاب عبان ما بين 15 و20 دجمبر وكان معه وحدات غياثة وبني وارين وبني سادا وأيتيوسي وقبائل الشرق وتسول والبرانس كما نرى ضمن أفراد محلته ذجالا من القبائل المخزنية وبعض المعارضين وبعض من كان يود اجتياح ونهب فاس ولم يكن شيئا غريبا أن ترى أفراد قبيلة واحدة مقسمين كل شطر موال لجهة ما أليس هذا أمرا سياسيا غريبا بالنسبة لخيمة تريد أن تبنى في الظلام والفراغ أن يكون الأب مع السلطان والابن مع بحمارة دون أن ننسى أنه وأمام هذه القوة أصبح الناس يعتقدون أن بحمارة هو مولاي محمد ابن مولاي الحسن خاصة عندما يغلق نصف عينه اليمنى ويقلد جيدا أجواء القصر الحفلات والموسيقى والنساء والجواري وقائد المشور والحاجب والأفواج النظامية وأغلبهم من غياثة ولباسا عسكريا أعطته إياه إسبانيا وكذلك تقليد سير طوابير السلطان وقد كان بعض الأذكياء يجارونه في هذه الحماقات التي يظن من خلالها أنه سلطان ولو أن ذلك سوى وهم فكان يأتيه يوميا رقاصة أي رسل أو مبعوثون برسائل يقال أنها من قبائل ووحدات سلطانية وهي رسائل كتبها هو بنفسه في خيمته مساء وقد كان عنده بالطبع خاتم يختم به وثائقه ورسائله باسم مولاي محمد ولد مولاي الحسن وقد أسعده كثيرا وصول هذه الفيارق الصغيرة إلى محلته لكن ما كان يسعده أكثر هو سماع الطلقات المدفعية الخمس المتتابعة عند الفزر والزوال وغروب الشمس فاستقدم أتباعه وقال لهم ما جديدكم؟ لا شيء سيدي هل رأيتم هذه الذبابات القضرة التي جاءت إلى السهل؟ صحيح سيدي إنها حشود قوية ماذا؟ هل أنتم غافلون؟ فكل ما ترونه أمام أعينكم سيكون لنا فالأسلحة والمؤن والمدافع ستكون لي لأن مولاي إدريس نفسه هو من بعثها لي لتقوية صقوفي أما الخيول والخيام والأمسعة فسأتركها لكم فهي لكم وحدث يوما أن هجمت الوحدات المخزنية بشكل عشوائي على بوحمارة في عشرين دجمبر الذين رآهم يجرون في اتجاهه وقال إنكم ترون حتما هذه الجماعة من المحاربين فلن يصل أي واحد منهم هنا إلا ليموت إنهم يجرون فقط لنهبي أو سرقة إن استطاعوا برادا أي آنية لطهي الشاي أو صينية نحاس آهن كان من الممكن أن يكونوا خطيرين لو كان لهم قائد واحد أما أن يكون لكل وحدة كبيرها فهم كجماعة دجاجات بدون ذيك ثم وزع جنوده على طول الخط الذي اختاره وحدده لهم وقال لا تطلق الرصاص إلا بين الفينة والأخرى وبطريقة صحيحة ومضبوطة فنحن لسنا في حفل التبوريدة الفانتازيا فاحتفظوا ببارودكم لمن يستحقه ولندرس جيدا ما سيقوم به هؤلاء فأعجب أتباعه بذكاء وشجاعة قائدهم وإذا كان منهم من جاء ليحارب معه فإن منهم أيضا من جاء معه لغايات متباينة لإشباع فضول أو انتقام أو صأر وبعد أن رأى بوحمار سخافة الهجوم قال لأتباعه لا تسيلوا مزيدا من الدماء الفاسدة فلا خوف عليكم بعد هذا فلم يكن هناك سوى بعض الطلقات المتفرقة بين هذه الجهة وتلك وهكذا استرجع جنود بوحمار حماسهم وشجاعتهم بعد أطوار هذه المواجهة الأولى خاصة أنهم كانوا خائفين جدا من عدد أعدائهم وقد كانت هناك صوقات يوميا حيث كانت ترسل كل وحدة رجالها بشكل تنوبي لكن نتائجها كانت دائما سلبية وفي هذه الأثناء كان السلطان يعمل جيدا على تقوية جنوده بالمؤونة والأسلحة حيث كان يرسل دائما من فاس نحو واد إيناون مئة بغلة محملة بالمؤن ومئة بغلة محملة بأكياس الدورواس تحت حراسة قوية وتجدر الإشارة إلى أن بوحمار قد ظهر في المواجهة الأولى محاربا قويا وفي مستوى مهمته مما كان له الأفهر الطيب عند أتباعه في المعسكر والأمر نفسه فعله في اليوم الموالي مما جعل أتباعه يرتقبون انتصارا قريبا ونهائيا وصادف هذه الأحداث صيام شهر رمضان حيث صمنا أربعة أيام في هذه الظروف وقد كانت المناسبة مواتية ليكتب بوحمارة إلى القبائل المجاورة التي لم تؤيده وتؤازره بعد من كان يريد أن يربح أو يغنم شيئا سأحصله من الغنائم فما عليك سوى الالتحاق بي بسرعة فالهراوة فقد تكفيه سلاحا له وقد كان الحيينة الذين كانوا مقسمين قسمين قسم مع المخزن والآخر مع بوحمارة قد تعبوا وملوا من رؤية رجالهم يأكلون بلادهم كأرجال من الجراد قد عملوا على ضم قسمهم الموجود في جهة المخزن بواسطة عملاء بوحمارة وفي أحد الأيام وكالمعتاد طارد بوحمارة حركة مخزنية إلى أن أنهكها حيث ظلت النيران تدوي من الصباح إلى المساء وعند العصر في الثالثة أو الرابعة بعد الزوال ازداد عنف المواجهة حيث توجهت أفواج بوحمارة نحو محلة مولاي الكبير الذي أصبح يحارب متراجعا وكان قد بقي قسم من هذا الفوج في المعسكر لطهي حريرة رمضان الذي سرعان ما رأى رفاقه الذين ذهبوا إلى المواجهة قد رجعوا متفرقين إلى المعسكر لم يتردد أفراده في الهرب نحو فاس أما قواد الفيالق الأخرى فعوض أن يذهبوا لمؤازرة مولاي الكبير ضد عدوه الشرس رفعوا المعسكر للرجوع وفي المساء ازدادت المصائب أكثر حيث استغل الحيانة وجودهم فوق أراضيهم ليطلقوا الرصاص في الفراغ حول المحلة لإرعاب وإخافة المحاربين ونهب الخيام بسرعة وعندما عم الظلام أصبح بوحمار سيد معسكرات السلطان التي فر جنودها هرعين نحو فاس والذين يعترضهم بالعنف والطرد أفراد القبائل التي كانوا قد مروا بها منذ مدة ونهبوها حتى كانت الطريق ملأ بالجثث وكان منهم أيضا الغرق بواد اللبن كما كنا نرى أيضا بعض الموتى الذين رمى بهم الحيانة في الواد بعد أن جردوهم من متاعهم كما عروا كثيرا منهم تماما ومن حسن حظهم أنهم بقوا على قيد الحياة لقد كان هجوم بوحمار بسيطا وقد كان هجوم آخر مضاد من الوحدات المخدنية كافيا ليحد منه قبل الغروب وهكذا سقطت كل الخيام والأسلحة والمدافع والعتاد والمؤن وبضائع الأسواق التي تصاحب الفيارق والإماء السود والعبيد في يد بوحمارة بما في ذلك قافلة من البغال المحملة بأكياس من الضروات غادرها حراسها هنا فكما ترى فإن مولاي عبد العزيز لم يكن يترك جنوده دون أموال بل إنه كان يقول أيضا في رسائله أن تشجعوا هذا كل ما أطلبه منكم أظهروا أنكم جنود المخزن الأقوياء وإذا كنتم محتاجين للرصاص فاصرفوا الضروات التي بعثتها لكم وسأعطيكم أكثر إن أردتم وقد كانت لحظة الفوضى والإضطراب هذه قد أفسدت بل أظهرت كل شيء إذ رجعت هذه الأفواج من الرجال الحفاة العرات بعضهم كانوا إثنين أو ثلاثة أفراد يمتطون دابة واحدة إلى فاس وسط هلع السكان الذين علموا أن المحلة قد هزمت فأغلقوا دكاكينهم وقالوا لقد انتصر وهذا ما كنا نرغب فيه مولاي محمد أو بحمارة فهو من سيصبح سلطانا علينا فأقفلت الأبواب الشرقية فكان الهاربون من المحلة يجدون صعوبة في دخول المدينة فيطوفون بكل المدينة إلى أن يدخلوا وكان الناس قد بدأوا يستعدون كما لو أن حصارا سيدرب على المدينة لكن تخوفاتهم لم تكن في محلها ذلك أن رجال بحمارة المستمتعين والمستغربين من هذا الانتصار لم يكن يهمهم سوى البحث عن مكان آمن يقضي فيه هذا السلطان المزيف حفلات عيد الفطر التي على الأبواب في عاصمته تازة ويبحث في هذه المراسيم عن أي القبائل يمكنه الاعتماد عليها وهكذا رجعت محلة بحمارة المنتصرة إلى تازة في وقت كانت فيه فاس ترتعش خوفا من ظهوره فيها وأمام هذه المستجدات والنظر إلى الأفواج المهزومة الراجعة كان السلطان القنبلة القوية والهادئة قد استدعى وزير الحرب ولامه لوما عنيفا ما مصدر هذه الفوضى والخسائر؟ هل يمكنك أن تعطيني تفسيرا لهذا؟ فقال المنبهي سيدنا إن المسؤول عن ما حدث ليس بعيدا مننا إنه ابن سليمان وابن يعيش وشيخ تازة وأنا وأنتم والمخزن فلم يكن علينا إرسال رجال لا يتفاهمون فيما بينهم وغير متمسكين جدا بالمخزن وما دام أن بعضهم قد قال لكم بألا تعطوا القيادة لقائد واحد فإنهم كانوا خائفين أن يرجع وحده هو المنتصر والآن أطلب منكم أن يخرج كل وزير مسؤول عن محلته وإذا رجعنا مهزومين أو فارين فليقطع حينها السلطان رأسنا ولكن أنا الأول لماذا لم تقل لي هذا الكلام قبل هذا الوقت؟ كيف كنت سأفعل ذلك؟ فلم تكونوا تطلبون مني أي شيء وكنتم تهمشونني سأحذر كل الوزراء أمام السلطان قال المنبهي إن المخطئين والمسؤولين عن هذه الفوضى وعدم انضباط الأفواج السلطانية هم الوزراء الحاضرون هنا وقد كان هؤلاء الوزراء يشيعون أنني أنا المسؤول الوحيد عن كل هذا لأنني وزير الحرب وهذا غير صحيح وأرفض أن أتحمل هذه المسؤولية لوحدي لكن السفضو الغرنيط قاطع المنبهي وقال آه أعتقد أن كلامك عنيف بعض الشيء فكيف تفسر أن لنا نصيبا في هذه القضية التي لا تخص سوى بنيقتك؟ هذا بالفعل كلام صحيح فإن بنيقة التي تتحدث عنها لا وجود لها ثم إنني وزير حرب دون نفوذ تعرقلونني في كل مرة أحاول فيها وبالصدفة نقل قرار ما إلى سيدنا باعتباري وزيرا للحرب وقد قلتم منذ قليل بأنني أتحمل مسؤولية هذه الهزيمة وكأنني لا أصلح وزيرا للحرب رغم ما فعلت من أجل الجيش ماذا تريدون؟ ثم إنكم أناس لا علاقة لكم بالحروب والبارود ثم إنني لا أهتم بمشاكلكم الإدارية ولا أحكامكم المختلفة فلا أريد أن أحشر أنفي فيما لا يعنيني ثم إنكم إذا تركتم كل واحد يقوم بمهامه المكلف بها فسيكون ذلك أحسن وحينها سيمكن الوقوف على المسؤول الحقيقي فأجاب الوزير الأول جيد ما دام الأمر كذلك فليكن حوارك بخصوص مشاكل ابنيقتك مع السلطان مباشرة فهذا ما أريد لأنه لو تكلف كل واحد بوزارته الخاصة فقط فسيسود النظام والتسيير الجيد فأنت ابن سليمان وزير الخارجية ستكون مسؤولا عن وحداتي حيث ستتصرف في تنظيمها كما يبذو لك وأنت الحاج عمر ستتكلف بقواد الرحى الذين سأعاقبهم لما أحدثوه من اضطرابات أضحى معها النظام مستحيلا فمنذ مدة لم أكن إلا وزير حرب رمزي فقط فأنت لست مسؤولا على الفوضى في صفوف أفواجي فلم يعطيني السلطان أي أوامر ولم يطلب مني أي مشورة منذ مدة فلم أكن أعد من المخذن فأعطوني الضوء الأخضر فقط فسترون من هم أولاد المنابهة ثم إنكم وقبل ذلك تعرفون قدري فلو كنت تمت بأطاب عبان القائد الأكبر أو حافظت على كل سلطتي على أفواج التي أضعفتموها بسوء تدبيركم لن يتقدم ولن يتأخر أي أحد وسيقاتل المحاربون من أجل السلطان حتى آخر قطرة من دمهم لكن الذهاب إلى قيادة أناس كانوا وبإشارة مني يختبئون وراء ظهور بعضكم والقول لهم ماذا فعل هذا النبه من جديد قل لي بسرعة ماذا صدر منه اتجاهك لأخبر السلطان بشيء فقال ابن يعيش مستخلصا إن القضية في الأخير تبقى متشعبة لكن قل لنا ما هو العلاج الذي تقترحه فقال المنبهي سأثعل ما يأمرني به السلطان وقال السلطان نريد أن تنظم حملة من جديد فستكون أنت المنبهي قائدها والتي ستأتي بهذا الجني بحمارة حيا أو ميتا جرت هذه المحادثات في شتاء 1902-1903 وقد كان بفاس شخصيتان أعتقد أنك تعرفهما ذيكوس والسيقة الدور ابن غرنيب الجزائري المتحدث مع المخزن باسم المدربين الفرنسيين والذي اشتغل في منصب ملازم المدفعية في فاس ليبرز المزايا الكبرى للمدفع 75 وعين ملازما من المشات من البعثة الفرنسية وهو السي عبد الرحمن بن سديرة لتمرين المدفعية واستخدام المدفع الجديد المشترى فماذا أصبح بحمارة؟ فبعد انتصار بوط أبو عبان رجع إلى تازة احتفل فيها بعيد الفطر بطريقة سلطانية واستغل هذه الاحتفالات عندما قدم إليه غياثة بكثرة لاستكمال تنظيم مخزنه بطريقة جدية واختار الرجال الأقوياء وأصحاب النفوذ من القبيلة ومتن علاقته مع غياثة بزواجه من فتاة من أهل الطاهر إحدى أقوى فخدات غياثة وبعد انتهاء الاحتفالات أعطى أوامره ببناء مستودع للقمح والشعير والبرسيم وحضيرة للبهائم بخميس القور الموجود على بعد خمس ساعات مشيا من فاس لأنه قرر الهجوم على فاس دون تأخر وكان المخزن قد قام بعد علمه بالخبر بتنظيم محلاته وإعطاء تجهيزاته ومؤنه والرفع من أجور الجنود حيث كان يتقاض الجندي من المشات روبية يوميا والفارس نصف ريال حتى أنهكت الخزينة فعسكرت المحلة أماما بالمطافئ بقيادة عمر اليوسي في حين كانت تستعد القوة العظمى بالمكان المعتاد على قنطرة سابو بقيادة السلمهد المنبهي القائد العام للعمليات وبعد ذلك جاءت محلة الفراد لتعسكر على هضبة ظهر المهراز في الجهة الجنوبية لفاس واجمعت يوما محلتا عمر اليوسي والمنبهي فاتجهتا نحو واد إيناون حيث علمنا من مخبرين أن بوحمارة يتجه نحو ثلثاء خيلة وأن عدد جنوده قليل وأقل حراسة وتأمينا وبمجرد العلم بالنبأ ذبت حركة نشيطة في الصفوف فوجد الحيينة وغياثة هذه المرة يقفون ضدهم الند للند في محلتنا بن مطير وزيان وبني مكيلد وأي توسي وكلهم محاربون أقوياء كما ظهرت أيضا معالم قوة يد العلاف المنبهي وبعد هجمة صغيرة من المحلة فر الحيينة وبني وارين فأصبح بوحمارة المحاط بغياثة أتباعه الأوفياء يحارب متراجعا فانهزم بالتالي في هذه المواجه فقد خيامه ومؤنه وأسلحته وبعد هيبته خاصة أن أتباعه كانوا يعتبرونه رجلا لا يهزم في التاسع والعشرين يناير 1903 ففر مع أصدقائه البرانس والسول ليصل إلى تازة التي يحتلها دائما حيث نظم مخزنه لأنه هنا في مكانه القوي وشرع في جمع المأونات وتضميد الجراحات والطلب من القبائل المجاورة التي أحس أنها متعبة من الحروب أن تأتي وتلتحق به ولم يعد يصرح ويقول أنه هو مولاي محمد ولد مولاي الحسن لأنه قد عرف أن السلطان قد جاء بمولاي محمد من مكناس إلى فاس وأظهره في مناسبات عديدة بدد بها جميع شكوك الفاسيين وأصبح يقول الآن إنه يشن هذه الحرب لوجه الله ومع ذلك بقي محتفظا بمخزنه ويعين ويخلع القواد ويحتفظ دائما بخاتم مولاي محمد ودخل النبهي المنتصر إلى فاس بعد أن طارد بعض الوقت الروكي في الجبال الوعرة صاحبا معه أربعين أو خمسين أسيرا بعضهم كان من غياثة وأغلبهم من الحيينة حيث كنا نحلق رؤوسهم بعد أن ملحها اليهود على جدران باب محروق وقد احتفل بهذا الانتصار الكبير طيلة سبعة أيام كان خلالها بوحمار يهيئ نفسه وبهدوء في تازه وعندما كثرت مصاريف المخزن من جراء الحرب قرر الاقتراض من فرنسا وإنجلترا وإسبانيا خاصة أنه كان عليه إعادة ترتيب المحلات خاصة أن الشخص المهم أي بوحمار ينقص الحفل ولا بد من القبض عليه للحد من هجوماته المتوالية فمنذ هزيمته وبعد أن شفي من جرح بالغ في كتفه رجع إلى معسكره وإلى القبائل المجاورة من أجل تزويده بالنقود والرجال وقد كان اللوم في هذه الأثناء منصبا على المنبهي لكونه لم يقبض على الروك وأن انتصاره ناقص فخرج المنبهي مع آلاف من جنوده وفاس دائما في أفراحها أما بوحمار فيوجد الآن عند صنهاجه بعين مديونة وكان أهالي هذه المنطقة الجبلية قد واجهون مواجهات طفيفة خاصة بعض المسخرين والحراس والمتأخرين عن القافلة ونجح المنبهي في إجلاء أعدائه إلى أعالي الجبل دون أن يقوم ضدهم بحملة حاسمة خاصة أنه كان من الخطير مطاردتهم في هذه المضايق وقرر وزير الحرب الرجوع إلى فاس لترميم صفوفه وإتمام تجهيزاته وأسلحته ومؤنه والاحتفال بعيد الأضحى في السابع مارس 1903 ورغم هذا كله فإن المخزن الذي ظل قلقا من سقوط مناطق الريف ووجده شيئا ما في يد بوحمار ورجاله قد قرر إرسال بعض الشرفاء لإصلاح الأوضاع وجلب مزيد من التعقل والترزن في صفوف أهالي تلك المناطق حيث توجه سيد محمد الأمراني ومولاي عرف إلى طنجة في نهاية 1903 ومن تمه سوف يذهب أحدهما إلى مليليا والآخر إلى وجدة بحرا وقد كان بوحمارة مستمرا في تأليب الناس ضد المخزن والقول لهم بأنه يخوض حربا مقدسة ضد مولاي عبد العزيز المتهم بتسليم المغرب إلى الإنجليز حيث غادر تازة تاركا بها خليفته وبعض النظاميين واتجه نحو البرانس وكزناية وباني بوياحي ثم ليصل في الأيام الأولى من أبريل زبوجة نحو عين واد كرتس وبمنطقة قلاعة نظم سيد محمد الأمراني المعزز بخمسمائة جندي بقيادة القائد البشير ابن سناح حملة مخزنية ضد بوحمارة وجهها قلاعة الذين اعترفوا بوحمارة فحصرت بقصبة جنادة وأجبرت على الاحتماء بالإسبان في مليليا حيث توجهت بحرا إلى العرائش بعد فشل مهمتها الذريع فتنامت مكانة بوحمارة بشكل واضح حيث إن كل القبائل الموجودة بين تيطوان وملوية وكل الأراضي الموجودة على مشارف وزان وفاس إلى حدود الجبل قد اعترفت ببوحمارة وكما أغارت قبائل بني بوزقو وبني محيو الموالين لبوحمارة الذي بنى في بلادهم مركزا قاعدة بعين سيدي ملوك على بني زناسن الذين ظلوا أوفياء للمخزن وقد كان يوجد بهذه المناطق مولاي عرفة مع بعض المئات من الجنود الذي اضطر بدوره إلى الاحتماء بمناطق نفوذ الفرنسيين بمنطقة لالا مرنية في 13 أبريل وبدأ بوحمارة في تسيير الشؤون وإصدار الأوامر إلى وجدة التي يحيط بها أتباعه من أنكاد وأمهاية وسلجة وبنى معسكره بقصبة سلوان مع مخزنه وحريمه وبدأ في الاستعداد للهجوم على فاس وقع كل هذا إذا لم تخني الذاكرة في ربيع هذه السنة لأن اسم بوحمارة كان على كل الألسن في ماي 1903 وأصبح أكثر اعتزازا بنفسه أكثر من أي وقت مضى ولا أدري هل كان الإسبال الذين ليسوا بعيدين منه قد ساندوه بطريقة علنية حيث كانوا يتاجرون مع محلته بالرصاص والبرادق التي كانت وفيرة بشكل واضح فأصبح أتباع المخزن يحسون ببعض الحرج فتوجهوا بالدعاء إلى مولاي إدريس وكان بعضهم الذين لا يدرون هل سيكون الروق السلطان الآتي معجبين بصفاته الحربية وكفاءته في تسهير الشؤون والعمليات فلابد من القضاء نهائيا على هذا الشيطان وهكذا عمل المخزن الغني بالأموال المقترضة من المسيحيين والمتوفر على البناظق الكثيرة والمؤن القادمة من كل الجهات على تجهيز محلة كبرى تحت فاس سيكون قائدها المنبهي وقد أعطيته أوامر ألا يعود إلا بعد إخضاع القبائل المتمردة إلى حدود تازة وتدمير قوات الروكي والتيقن من مكان وجوده الحقيقي فسمعة وزير الحرب سيئة ولا يمكن استرجاعها إلا بعد ضربة قوية منه ضد الروكي محلة المنبهي الكبرى فكل شيء يعد الآن في فاس للقيام بحملة لا شك أنها ستكون طويلة جدا حيث كتب قواد سوس والحوز والغرب للمجيء لمساندة وتعزيز وحدات السلطان خاصة أن هؤلاء القواد كانوا قد رجعوا مع جنودهم إلى بلدانهم بعد هزيمة أوطاب عبان وكما ترى فإنه ومن أجل تقوية حملتي المنبهي فقد استدعي أيضا برابر أيتيوسي وزمور وزيان وبني مكيلد وبني مطير وقد وصلت هذه الأفواج من صنهاج إلى فاس متعبة فاحتفظ بهم السلطان استعدادا للحملة الكبرى التي يعد لها وهكذا شرع في توزيع الأموال والبنادق لكن عندما أصيب هؤلاء في المواجهات رجعوا أفواجا أفواجا إلى منازلهم ليعيشوا على الصرقة والنهب حيث كان زمور هم الصباقون لذلك وبعدهم جاء بن مطير والآخرين وهكذا ترى أنه لو انطلق هؤلاء جميعا في الأول لأبرزوا فعلا قوة المخزن بل إن قبائل أخرى قد سارعت إلى فاس عندما قيل لها بأنه ما عليها سوى الالتحاق بفاس وطلب الذهاب لبواجهة الروكي وأخذ بندقية ونقود مثل الجنود وقد كانت هذه السنة سنة جفاف وبؤس فقد كانوا يغادرون حقولهم القاحلة ليأتوا إلى فاس مبرزين نفاق مظاهر الطاعة والولاء إنهم من جديد زمور وبن مطير بل كان هناك أيضا بعض الموالين لبوحمارة من بني وارين وأيت سغروشا والحيينة وأيضا غياثة وأعتقد أن الكثير من هذه البنادق قد ذهبت إلى معسكر بوحمارة وقد كان المخزن مسرورا من رؤية التحاق موالين جدد ففتح لهم دراعيه وكان يوزع عليهم النقود والبنادق والرصاص والبارود يوميا وقد استغل الرصوص وصراق القوافل هذه الأوضاع لإحداث مزيد من الإدترابات والخسائر في المدن خاصة أن المخزن كان منشغلا بالخارج أي خارج المدن فلهبت أسواق مدن الرباط وسلا ومكناس بل حتى أسواق فاس مما اضطر المخزن إلى وضع تجريدة عسكرية بسوق الخميس وباب محروق إنهم البرابر أو المخزن الجديد من يلهو في المدينة استعدادا للمواجهة ولكن يجب عذر هؤلاء الرجال الذين لا يحبون إلا البارود وفي كل هذه الأوقات كانت المحلة تتهيأ وتستعد جيدا حيث عسكر أولاد جمعة ما بين واد إيناون بقيادة ويلدبا محمد الشرقي في حين تجمعت الوحدات الأخرى بالمطافئ بأيت يوسي أما المحلة الكبرى فتتكون دائما بمكانها المعتاد على قنطرة سابو وها هي الآن مستعدة تماما للإنطلاق فقد عززت بمدفع 75 المشترى من فرنسا الذي يشغله المنازم السعبد الرحمن بن سديرة وقد كان مع وزير الحرب كل خيامه ورجاله ونسائه وخدمه وطلب من قائد المشور إدريس بن يعيش أن يلتحق به وأن يكون ملازمة وقد كان عدد أفراد المحلة خمسون ألف رجل فكنا نلاحظ بالإضافة إلى وحدات السلطان ووحدات زنمور والخلوط وسوس وامتوقة وكندافة وقلاوة وهؤلاء الأخيرين كانوا تحت قيادة محارب متميز كنا نرى سيد المدني المزاوري أخ الحاج أتهامي باشا مراكش الحالي الذي كان أيضا معه لكن في المرتبة الثانية بعده وكانت قطع المدفعية 75 تحت إشراف قائدي الرحى بويه وموحى من مختلف الأحجام وقد كان كل النظاميين يتحركون مع وزير الحرب كما كان هناك أيضا طابور الحرابة بدون قائدهم الأكبر ماكلان بل بقيادة قائد الرحى المنبهي الذي كان فعلا مساعد نقيب أول في هذا المعسكر والذي يتقن استعمال رشاشات ويتبع طابوره وقد كنت في هذه الفترة خليفة طابور الحرابة وقد كان الانطلاق حوالي 15 ماي 1903 وقد كانت أول مرحلة هي الحجر الكحلة على ضفاف سابو عند أولاد الحاج حيث أقمنا يومين ليتمكن المتأخرون من الالتحاق بنا ومن ثم انطلقنا عبر شراغة إلى أحد بوشابل ووصلنا إلى ضفاف وادي ورغة ثم إلى فاس البالي أي قشتالة وبوصولنا إلى هذه المرحلة كان على المحلة أن تأخذ احتياطاتها بوضع تجريدة أمامية بقيادة بوشت البغداد والتي هاجمها بانو مسكليدة الذين اختلفوا بمجرد رؤيتهم القوات الكبيرة الزاحفة وبعد هذه المناوشات وتوقف يومين وصلت المحلة إلى دار البغيل قرب واد وديار وقد كان أمامها بانو زروال وعلى يسارها بانو مسكيلدة وعلى يمينها بانو ورياغل وكان وزير الحرب قد كتب إلى كل قبائل هذه الجهة بوجوب الطاعة والخضوع للسلطان ومن أجل تعزيز وتقوية هذه الرسائل الشريفة كان يتحرك مع المحلة شرفاء وزان لما لهم من تأثير كبير على جيرانهم جباله حيث كانت مواعظهم وخطبهم تسير بموازات مع المحلة وقد كان لمساعداتهم وتدخلاتهم هاته أثرا طيبا وقويا في نفس المخزن وقد كان من ضمنهم سي محمد بوشنافة الوزاني وسيد عبد القادر وسيد علال وأخيرا مولاي الطيبي الزموري وأعلن بعد ذلك بانو مسكيلدة المستغربين والخائفين من هذه الحشود الخضوع والطاعة بدار البغيل لكننا لم نعرف شيئا بخصوص بني زروال الذين غادروا مشاتيهم مع نسائهم وأطفالهم وقطعانهم وكل ما أمكنهم حمله ثم صدر أمر للأفواج الشريفة باقتحام أراضيهم وتدميرها ونهبها كلها طيلة نصف يوم وقد تركت وحدة حراسة كافية بعين المكان كما تم اقتياد كل من وجدناهم تمت وراءنا على مسافة عشر كيلو مترات تقريبا وبعد ذلك كتب المخزن إلى هذه القبائل بوجوب طاعة وأنه لا يطلب منهم سوى تحصيل الضرائب الواجبة عليهم فجاء بنو زروال لإعطاء ضرائبهم وأعتقد أنهم كانوا تحت تأثير واستجابة لطلب مقدم الزاوية الدرقاوية سيد عبد الرحمن الدرقاوي الذي يحتربونه كثيرا مثل شرفاء وزان الذين يصاحبون المخزن ويرافقونه فخرج البراح تبعا للعادة يعلن بين الناس أن بني زروال لم يعودوا أعداء للمخزن بل إنهم سيقاتلون مع الأفواج الشريفة رفقة وحدات القبائل الأخرى وبعد استراحة خمسة عشر إلى عشرين يوم بذار البغيل انطلقنا نحو قلعة أسلاس عبر منبسط وادي ورغة حيث عسكرنا يومين أو ثلاثة ولم تكن تواجهنا أي مشاكل حيث كان السلاس يؤدون ما يطلب منهم ونظمنا من تمه صوغة إلى جعاية وهم قبيلة صغيرة من جباله بدوار بني زروال ثم أتينا إلى ضفة بو الطاهر على ورغة بقبائل الحيينة حيث أقمنا بعض الوقت ثم انطلقت المحلة بعد ذلك نحو عين مديونة أي صنهاجة وفي الطريق استسلمت قبائل صغرى من جباله امتيوة وامزياط وغيغاوة جيران صنهاجة لكن كانت المحلة قد واجهت مقاومة خفيفة عندما أرادت أن تعسكر فوق حقول القمح على القرب من مديونة ورغم ذلك عسكر المنبهي ونظم صوغة بسرعة نحو عين مديونة لكن الأفواج السلطانية عادت متنافرة مهزومة نحو المعسكر فتقرر إذن وكالمعتاد استعمال ورقة الشرفاء والسياسة المفاوضات ما دام السلاح قد عجز عن الحسم في الأمر فطالت المفاوضات والتدخلات والنصائح والمواعذ لكن أهالي مديونة الذين يحسون أنهم محميون ومؤازرون بالجبال لم يتنازلوا عن موقفهم ولم يلح عليهم المخزن بالتالي كثيرا فتركهم وكانت الأمطار التي تنزل باستمرار قد عاقت إجراء العمليات بصفة واضحة ثم كان البرد قارسا أيضا في المعابر والمضايق وأصبح الناس يعانون أكثر فكثرت الانسحابات من الصفوف رغم سلطة العلاقة القوية فمنذ انطلاقنا نحو الشرق وتازة كان برابر هذه المنطقة غياثة وبني وارين الذين يحاربون معنا يختفون من المحلة ليرجعوا إلى أهاليهم وليلتحقوا برفاقهم في صفوف الروكي أو خليفته خاصة أنه يقال أن هذا الأخير هو من يحكم تازة وها هو بوحمار الآن يحاصر الشرفاء بعد أن يكون قد ذوده هؤلاء المحاربون بمعلومات عن قواتنا ووفاء وحداتنا والحاصل أن معنويات أفراد المحلة لم تكن عالية وفي ظل هذه الأوضاع عرجنا نحو الجنوب الشرقي حيث عذكرت المحلة على ضفة واد لبن الذي يفصل بين صنهاج واتسول ولم نفتأ نصل حتى اندلعت مواجهة بيننا وبين أهالي هذه الجهة الذين كانوا ينتظروننا والذين طلبوا تعزيزات من جيرانهم البرانس فانضم إليهم الحيينة الذين كانوا معنا لأنهم متعارفين أكثر وقد كانت المواجهة عنيفة تركنا فيها عدة خسائر ورجعت هذه الصوغة مهزومة إلى المعسكر بل إن الرصاص بات الليل كله يدوي في المعسكر الشيء الذي استحال معه البقاء في هذه المنطقة فانطلعنا من واد اللبن نحو واد أمليل في مكان يسمى الحجر الكحلة حيث مكثنا يومين ثم ذهبنا بعد ذلك نحو واد الهدار في منبسط يسمى القادة الحمراء نهاية يونيو 1903 وفي هذا المكان وطيلة النهار كان المخزن يستقبل أهالي مكناسة تحتانية ومكناسة الفوقانية وغياثة الذين جاءوا بدعوى الخضوع والاستسلام للاستطلاع على أحوال الوحدات والطرق التي نسلكها والمدافع والمؤن ووفاء والتزام أهالي القبائل وفي المساء كنا نرى النيران مشتعل في الجبل تمكن من رؤية وبشكل واضح خيال رجال يتحركون في تلك الكهوف المضيئة كأننا نهارا لكن المخزن لم ينخدع من رؤية تلك النيران الدالة على قوة وشراسة أهالي الجبال والمشجعة لمن يود الالتحاق بهم من المترددين وتابعت المحلة طريقها نحو مكناسة تحتانية عبر وادي الهدار وعسكرت في مقعر شاسع به بعض الارتفاعات حيث انبسطت المحلة بطريقة استثنائية فكانت طلقات المناطق تصل من أعداء غير ظاهرين محدسة بذلك الفتنة والفوضى والإذترابات بين الصفوف فكانت المحلة تتحرك بشكل بطيء وعند غروب الشمس بنيت الخيام بالقرب من مكناسة تحتانية تحت إطلاق النيران الذي لم يتوقف لكننا كنا نتحمل تلك الطلقات مادم أنهم يطلقونها من بعيد وفي حدود الساعة العاشرة ليلا سمعنا ثلاثة طلقات متتالية منتازة سقطت ثالثثها على أطراف المحلة في المرتفعات المجاورة وكان هذا مؤشرا على هجوم مرتقب لقد كنا محاصرين بالنيران ولم نكن نرد إلا بصعوبة دون أن نسدد طلقاتنا جيدا ودام هذا المشهد الليل كله ولم يكن أعداؤنا هنا بنو علي وأولاد الشريف المعسكرين فوق أراضيهم فقط بل كان هناك أيضا مكناسة والطايقة وبنو ورياغل ومغراء والقادمين من ضفاف وادمسون وغياثة بن وجان وبنو بوكيطون القادمين منتازة التي لا تبعد عن مكناسة إلا بنصف يوم مشيا وقد كانت خسائرنا في هذه المواجهة فادحة حيث كان الرصاص ينزل علينا من كل صوب واجتيح المعسكر واقتلعت الخيام وقتل وجرح الرجال والبهائم وقد أحصينا في الصباح سبعين قتيلا وأكثر من مئة جريح من ضمنهم أمة سوداء للمنبهي قطع ساقها ومن المؤكد أنه لو كان رجال المحلة على مشارف فاس لكان عدد سحابات أكثر في الليل لكنهم الآن في منطقة مجهولة محاطين بنيران الأعداء من كل الجهات وكانوا متيقينين أن كل المنافذ المؤدية إلى خارج المعسكر محروسة جدا فما عليهم إذن سوى البقاء ورغم ذلك فقد أظهر المنبهي والقائد عمر اليوسي شجاعة وسلوكا وهدوءا ورزانة ناذرة فقد أطفأوا كل أضواء الخيام وأخرجوا الرجال من داخل المعسكر حيث هم معرضين أكثر للطلقات المنبعثة من الأعالي ووزعوهم على التخوم من أجل التمكن من الأعداء إذا ما نزلوا من أعاليهم نحو المعسكر بل إن القائد عمر اليوسي الذي كان محربا جيدا لم يتردد في أن يخرج مع تجريدة من بعض الفرسان النظاميين الأقوياء ليأتي ببعض الأسرى يجرهم رجاله مقيدين بجبال قوية مع تكميم أفواههم وقد كان وزير الحرب صاحب التجربة الكبيرة في الحروب يشك في وفاء الحيانة الظرفي والذين لا زالوا بالمحلة لأن من عادتهم نهب وقتل وسارقة أصدقائهم قد كلف القلاوي والكندافي بحراسة هؤلاء وقتلهم بمجرد عزم أحدهم على سارقة أو نهب إحدى الخيام المهجورة أو سارقة فرس مما كان له أثر واضح في حفظ النظام داخل المعسكر وقد سعد قائد آخر أحمد الحرابي إلى أعالي هذا المنبسط وشرع في الرمي برشاشة في اتجاه نيران ورصاص البرانس وأخيرا إنقاذت هذه الليلة المرعبة ولم يكد النهار يطلع ويضيء القمم والمضايق حتى خفت حدة التراشق بالرصاص إلى أن توقف نهائيا وعندما استوى النهار كله لم يبقى أي أحد حولنا حيث تراجع كل أهالي الجبال فمنهم من ذهب إلى قبائلهم ومنهم من ذهب إلى تازة وفي اليوم الموالي وأعتقد أنه كان في يوم 5 يوليوز أسديرة انطلقنا للإقامة في مكناسة التحتانية ثم اتجهنا بعد ذلك نحو تازة في خط واحد مستقيم عبر الطريق المارة بالحجر القط وعبرنا الوادى أمام تازة تحت وابل من الرصاص يقذف علينا من المدينة والأسوار والزياتين الموجودة في المنحدرات أمام الأسوار حيث كان غياثة الذين أخذوا بيدهم زمام حكم تازة باسم بوحمارة قد أجبروا السكان على موالاتهم ومحاربتنا وكان لزاما علينا تقديم المدفعية إلى الأمام لتأخذ مكانها أمام الواد وتشرع في القصر تارة على اليمين نحو قرن النصراني وتارة على الشمال نحو الروف حيث تظهر تجمعات الأعداء وقد أعطى هذا القصر نتائجه بسرعة حيث بدأت نيران المدينة تضعف ثم لتتوقف نهائيا وعلمنا أن غياثة قد فروا إلى الجبل تاركين السكان وحدهم وأصبح ممكنا أن نتوقف تحت الزياتينيين حيث يوجد الآن معسكر جيراردو فقال المنبهي لقد طردنا الأعداء فنحن إذن المنتصرون لكن لكي نؤكد للجميع هذا الانتصار فيجب علينا أن ندخل المدينة وبالفعل دخلنا المدينة عبر باب جمعة بدون مقاومة فانتشر أفراد المحلة على أطراف المدينة وقد كان هناك بطبيعة الحال بعض النصوص وقطاع الطرق الذين يناوشوننا يمنة ويسرة لكن بعض الطلقات القليلة كانت كافية لإجلائهم أما أهالي تازة فقد جاءوا مرتعشين خائفين من هؤلاء الوافدين الجدد معتدرين طالبين رؤية وزير الحرب لاستعطافه فقد كانوا مدفوعين كثيرا من قبل غياثة الذين كانوا سيقتلونهم لو رفضوا أن يحاربوا معهم المخزن فيجب قبول عذرهم لأنهم أجبروا تحت الضغط والتعنيف ليسمحوا لهؤلاء المتمردين والفوضويين باحتلال مدينتهم لكن قلوبهم ظلت دائما مع السلطان الحقيقي بفاس الذي بايعوه بكل طواعية لكن الأفواج الشريفة المزهوة بهذا الانتصار كانت تبالغ في نهب أحياء المدينة حيث تسارعوا إلى الملاح وهجموا على الدكاكين وأخذوا الأموال وأتلفوا السلع إنها فعلا وحوش كاسرة أطلقت من قيودها تغتصب النساء والفتيات اليهوديات بعد مطاردتهم ويدرمون النيران ويدمرون البنايات ويعنفون الشيوخ الذين يحاولون حماية أنفسهم أو ممتلكاتهم وكنا نراهم يقتادون فتيات لبيعهن في سوق لخاسة وعندما علم النبهي بهذه الأوضاع بعث جنود النظاميين لإرجاع النظام ورد النساء والفتيات إلى منازلهن وسهر شخصيا على إرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه لكن هذه الإجراءات كانت متأخرة جدا فقد دمر الملاح تماما وكنا نرى أفواجا من اليهود المتدمرين متجهة نحو أمليليا أو دبدو فتوقفنا بعد أن كانت مشاهد النهب والصراخ والبكاء والانفجارات قد هدأت شيئا فشيئا في 7 يوليوز 1903 وبعد ذلك جاء أهالي تازة مجتمعين مبايعين البيعة الرسمية للشريس سيد محمد الوزاني باسم السلطان بطبيعة الحال حيث تعرفوا على قوة المحلة وسلطة مولاي عبد العزيز وبعث إلى غياثة بعد ذلك ما يلي لقد هزمكم جنود المخزن ليس فقط في مكناسة عندما جئتم مدعمين بالبرانس في كهوفكم وراء صخوركم بل أيضا حتى في تازة التي تحكمون فيها النساء اللواتي تركتموهن عندما جاء الرجال فاتقوا قوة وغضب مولاي عبد العزيز ونيران المدافع التي تقتل من بعيد فسارعوا إلى البيعة وسيغفر لكم خاصة أنكم لستم سوى أطفال مشردين طائشين فجاءوا بالفعل لكن عندما كانت تأتي فخداتهم المتتالية بثيران التركيبة كان هؤلاء المتهيجين قد وجدوا الفرصة مواتية لشراء البناطق من جنود المخزن وإطلاق النيران مزاحا على مراكز الحراسة في أبواب المدينة وأعتقد أن ذلك إجراء منهم لاختبار وتجريب مشترياتهم ولما تكرر هذا الأمر وأصبح مقلقا فإنه كان من اللازم وضع مدفعية 75 بباب الجمعة وقصف الأفواج المغادرة وبالتالي تم إيقاف هذا القصف وكتب المنبهي إلى السلطان يخبره بالاستيلاء على تازة وأن الأفواج المخزنية معسكرة الآن بالمدينة وأضاف بأن بوحمارة قد فر إلى حدود سلوان وعندما وصلت الرسالة إلى السلطان قال الوزراء حساد ومعارض المنبهي هذا ليس صحيحا غير ممكن فلو أن تازة بالفعل تحت قبضة المنبهي لما لم يأتي ليأخذك إلى هناك وسنذهب نحن جميعا لكن بعد مضي وقت قصير جاء قائد المشور شخصيا برسالة من وزير الحرب فتأكد أن المنبهي قد انتصر فعلا مذام أن قائد المشور جاء في طلب السلطان ليدخل تازة دخولا رسميا فأعطيت التعليمات اللازمة بهذا الخصوص حيث عسكرت آخر الوحدات المخزنية ومحلات السلطان والفراك مع مولاي عبدالعزيز بالمطافئ على وادي سبو وطلب من المنتصر في تازة أن يأتي لصحبة السلطان إلى المدينة وبمجرد تلق النبهي هذا الأمر سارع إلى أخذ جميع التدابير وغادر تازة توا رفقة القائدين سلمدن الجلاوي والسطيب الكندافي ومئة فارس حيث قطع الطريق خلال يومين مارا وبكل سرعة من بلد عدو وقد كنت أنا من ضمن الحرس أي سالم العبدي ومن الواضح أنه ما كان لهذا الفوج أن يمر من هذه البلاد لو كانت تعلم هذه القبائل بذلك وقد استنتجنا أن الطرق التي خلفنا مقطوعة الآن ولما وصلنا إلى السلطان نودي على النبهي الذي هناءه السلطان على استرجاعه المدينة متأسفا على عدم وجود بحمارة بها ثم قام بجمع ودفع الإمدادات نحو وجدة فقد كان موجودا بها منذ 26 يونيو وبعث المخزن إلى هذه الجهة بـ 1500 جندي من طنجة بقيادة الحاجب سي أحمد أركينة الذي كان عليه الوصول إلى وجدة عبر أراضي وهران للدفاع عن المدينة ولعل هذا ما يفسر غياب الحاجب الملكي عن السلطان فإما رغبة في الانتقام أو بإعاز من الروكي فقد حاصر غياثة تازة وأصبحت الأوضاع في هذه المدينة المفتوحة غير قارة من جديد وقد علمنا أن شرفاء تازة الذين يبدون معزولين ومحاصرين قد بدأ اليأس يتسرب إلى نفوسهم ونسبة الانسحابات قد كثرت في صفوفهم لأنهم لم يتوصلوا بأجورهم مما جعل العلاف وبموافقة من السلطان يبعث إليهم بقافلة من المؤن بقيادة سلمدن الجلاوي تحت حراسة 400 فارس وراجل فانطلقت مبكرا من بوعبان نحو تازة حيث أخذت كل التدابير والإجراءات بسرية تامة لكن جميع الطرق المؤدية إلى المعسكر كانت محروصة ولم يكن من الممكن الوصول دون مشاكل فانطلقت هذه القافلة ليلا حيث وصلت عبر باب أبوغ إلى الحزر الكحلة واد أمليل مع وحدات التقوية الراجعة إلى أوطاب عبان وعند طلوع النهار غادرنا الحزر الكحلة إلى تازة وكانت تلاحقنا النيران على طول واد الهدار لكن لم تكن تؤثر على السير العادي للقافلة وكنا نترك الجرحى الذين لا يستطيعون مواصلة الطريق لأنه كان لابد من الوصول قبل هبوط الليل وقد سرقت بغلتان أو ثلاثة في الطريق محملة بالنقود وقد جرح القائد سلمدني في هذه الرحلة ثلاث مرات ورغم هذه الظروف في الوقت الذي دخلت فيه الأفواج لحراسة المعسكر نظم المنبهي وكان على صواب في ذلك سوقة في اتجاه قصبة لاد حامد لشغل تسول عن مهاجمة القافلة ورغم كل هذه المشاكل والمصاعب فقد وصل التازة قبل الظلام وقد خلف هذا الوصول ارتياحا كبيرا في نفوس المحاصرين ولم يعودوا يجهلون أن الطرق مقطوعة خاصة أن السلطان لم يأتي إليهم وأن هؤلاء الرجال واجهوا مشاكل كثيرة في الوصول إليهم لكن رغم هذا كله لم تكن عملية أوطب عبان مشجعة لأنه كانت الأفواج السلطانية تقود بنفس السرعة التي انطلقت بها مطاردة من قبل تسول والبرانس ولم يكن يبدو في الأفق أي أمل في خضوعهم رغم تدخلات الشرفاء كما يبدو من المستحيل إجلاء حامية تازة فكان السلطان قد حل هذه الوضعية الصعبة والرتيبة فشرع الوزراء من جديد في انتقاد النبهي ويقولون للسلطان إنه وبفضل ذهبك وليس ببنادقه استطاع النبهي دخول تازة ومن حسن حظه أنه غير موجود بها الآن فأخبر المعنية بالأمر الذي قال يوما للوزراء أمام السلطان لقد علمت أنني ألام وأعاتب كثيرا من جديد ويقال بأنني دخلت تازة دون حرب أو مقاومة وأعتقد أنه من السهل أن نقف على القدرات العسكرية لكل واحد منا فما على السلطان إلا أن يبعث بكل وزير على رأس صوكة ما وهذا ما تم بالفعل وقد كان يلاحظ أنه في الأيام التي كان فيها النبهي يقود جنوده كانت صوغته ترجع بكل حرية وفي الوقت المحدد لكن حينما كان ينطلق الوزراء أو قائد المشور في صوغة ما فإنهم يرجعون دائما إلى خيامهم مهزومين متعبين وتوالت الأيام دون تغيير الوضعية وبعد مرور أيام عن وصول قافلة المدني كنا نرى قدوم مختلف قواد القبائل المحاصرين في تازة في أوطاب عبان فقد استدعاهم السلطان ولا أعلم لماذا أخبر السلطان بكل مشاكل وسلبيات ترك الوحدات دون قائد حتى إن أخبارا حملها رقاص تقول بأن الإضطرابات والفوضى قد عمت في الصفوف لكن القواد تجاهلوا النبأ وغادروا تازة وفي طريقهم هاجمهم الأعداء التقليديون البارانس والتسول وغياثة الذين ظنوا بعد مرور المدني أن تنسيقا ما تم من المحلتين وعملوا على حراسة كل المنافذ الطرقية فتسببوا بذلك في عدة قتلى وجرحى وأسرى في صفوفنا حيث قطع في هذه المواجهة رأس قائد الشاوية برشيد وحمل وسط احتفالات التبوريدا إلى مناطق تسول ورغم ذلك فقد كانوا مسرورين بهذا الحرب من مصيضة تازة والرجوع إلى بلدانهم ورؤية عائلاتهم وإشباع بطونهم وممارسة مهامهم المكلفين بها وأن لا يمكن القول إنها قبائل الحوز التي قد حاربت التمرد خاصة أنه كان هناك كل القواد سعيسى بن عمر وبرشيد الذي قتل كما قلت قبل قليل وبن خده من لا لايطو والكداري من بني حسن وعلى العموم فإنه لم يبق في تازة المحاصرة سوى المدن القلاوي وأمينه وكاتبه سأحمد الجاي الذي كان وزير الأحباس في عهد مولاي يوسف وعمر اليوسي وقائد الرحى والأفواج النظامية حيث ذهب مختلف قواد القبائل ووحدات النوايب إلى أوطاب عبان واستقبلوا استقبالا باردا بعد وصولهم في حالة سيئة حجتهم في ذلك أنهم كانوا مدافعين في نظام وأضافوا بأنهم مسرورون بمرورهم ومجيئهم خاصة أنه وقبل قليل في 22 غشت كانت حركة قوية من الفرسان قد حاولت العبور إلى محلة السلطان عبر واد الهدار لكنها لم تتمكن من ذلك وقد كانت سول يحاصرون المحلة دائما وكنا لا نعرف الكيفية التي تستطيع بها حامية تازة التحرر والتحرك وحدها بعد أن فقدت نصف عدد أفرادها ثم إن الشتاء كان على الأبواب حتى إن حاشية مولاي عبد العزيز كانت ترى أن الأوضاع بأطاب عبان أخطر مما كانت عليه بتازة خاصة أن الرحلة داما ثلاثة أشهر دون طائلة أليس الرجوع إلى فاس أفضل؟ ثم العودة إلى هنا في ظروف أكثر ملاءمة وأحسن وكتب السلطان إلى محلة تازة أن تلتحق بوجدة لصحق الروكي أما هو فسيذهب إلى فاس نظرا لسوء أحوال الطقس فرجعنا دون أدنى تقطعات باستتناء مناوشات من قطاع الذين تابعونا حتى واد سبو 30 أكتوبر 1903 هكذا انتهت محلة المنبهي القبرى التي لم تقدم للمخزن شيئا سوى السراء عتازة أما الجنود الذين بقوا بها فأصبحوا أسرى للقبائل المجاورة ومن الواضح أنه منذ انطلاقنا من لوطا كانت كل الإجراءات قد اتخذت في ذلك الاتجاه وقد كانت كل هذه الخسائر تنسب إلى المنبهي الذي بدأت مكانته قرب السلطان تتقلص بشكل واضح ولم يعود الوزراء يتحرجون من أن يقولوا لمولاي عبد العزيز الذين يروا قواته قد أنهكت وأمواله قد تبددت إن المسؤول عن هذه الفوضى هو المنبهي فلا تعطيه أموال المخزن ليبددها ويضيعها من جديد لكن وزير الحرب لا زال محتفظا ببعض الأصدقاء الذين يحمونه ويخبرونه بكل المستجدات وفهم أنه إذا وصل إلى فاس لا بد أن يركب أخطارا كثيرة للإفلات من السجن وتشتيت أسرته ومسادرة أملاكه فطلب من السلطان الإدن له بالذهاب إلى الحج مرة أخرى وقد كان لقاؤه مع السلطان سهلا حيث دخل إليه وجها لوجه وبعد أن قبل المصحف ووضعه بين يدي السلطان وقال له اسمح لي سيدنا أن أقول لكم شيئين الأول هو أنني لست خائفا ومسيئا وأنني تفانيت دائما في خدمة المخزن وسيدنا والثاني وهو ما أطلبه منك الآن وهو أن تسمح لي بالذهاب إلى الحج وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب مولاي عبدالعزيز نعم جيد إن فراقك لا يؤسفني لكن هل ستتخلى عني؟ فأجاب الآخر لا فعندما أرجع سأعود إلى منصبي ومهامي إذا أردتم لكني أظن أنه من الأفضل أن أذهب الآن فلا شك أن سيدي يدرك الآن الفرق بيني وبين الآخرين فأخذ السلطان طلب المنبهي وعرضه على الوزراء الذين قابلوه خاصة أنهم كانوا لا يبحثون إلا عن إجلائه فقال السلطان يمكنك الذهاب إلى الحج لكن من تقترح علينا أن يكون بذلك؟ فإذا رغبتم فيكون خليفتي هوس محمد بن كبور جيد فقد قبلت فبدأ المنبهي استعداداته للسفر ولما كان ذكيا فإنه ألجم خمسين إلى ستين فرص كانت عنده في إستبله واقتادها مع بعض الجمال والبغال إلى القصر لترجع إلى السلطان فلما سأله مولاي عبد العزيز عن هذه الهدايا قال بأنه يفضل أن يتركها لسيدنا من أن يتركها عنده في منزله في متناول الآخرين فودع السلطان من جديد وأعطاه مبلغا هاما من النقود ولم يهتم في سفره هذا بأخذ إذن بالعطلة من أعدائه الوزراء الذين كانوا يقولون له متظاهرين بالحنان والشفقة متى ستذهب إذن؟ أبهذه السرعة؟ إن هذا الفراق يؤلمنا فالمخزن كله سيفتقدك؟ أولسنا كلنا إخوة؟ نعم فأنا أشكركم على مشاعركم وسأذهب غدا إلى طنجة عبر باب السجمة آهن وهل سترجع إلى فاس؟ أجل بالتأكيد فسآتي لزيارتكم أنتم والآخرين ثم إنه لازلت عندي بعض المشاغل هنا وبعد مراسيم الوذاع هذه تجمع الوزراء فيما بينهم وهنأوا أنفسهم على رحيله نتمنى من الله لو أنه نهب قبل وصوله إلى طنجة فالطريق طويلة فقال إدريس بن يعيش الذي يدرك جيدا خطتهم ومشروعهم لا تفعلوا هذا فهو لم يسيئ إليكم ثم إن السلطان لا زال يحبه فقال أحدهم لا أظن ذلك فهو لم يفعل شيئا لكي يحتفظ به فهو غاضب منه لأنه لم يستطع الدخول إلى تازة لكن لا يجب أن ننسى أفضاله علينا فبفضله وصلنا كلنا إلى المخزن وإلى المناصب التي نشغلها حاليا فاحذروا من رجوع الأوضاع إلى نصابها ومن تقلبات الضهر وانتقام القدر هذا مؤكد لكن لسي فضو الغرنيط ولا بن سليمان ولا بن يعيش يخبرنه فالكل هنا في المخزن والمدينة ضده إنه رجل أصبح ضعيفا ولن نراه أبدا ويمكن أن نقبض عليه قبل أن يهرب إنها ليست عملية كبيرة فقال قائد المشور إذا أردتم فسأتكلف أنا بهذه السخرة نعم لكن كيف ستفعل الأمر بسيط سأستدعيه لوجبة الغداء وسأقبض عليه حين الوداع إذن فأظهر لنا أنك في مستوى مسؤوليتك حنتي ديك وحاولوا أخذ معلومات حول سفره من عبد الكريم ولد بابا محمد الشرقي باشا شراغا لأن أخته هي زوج المنبهي لكن عبد الكريم نفى أن يعرف شيئا بهذا الخصوص لا تريد أن تقول شيئا لأنه سهرك فقال الآخر كلا فليست بيني وبينه أي علاقة ثم إنني لست أنا من زوج أختي للمنبهي بل المخزن لأنها كانت بقصر مولاي الحسن وكان يريدها لمولاي عبد العزيز لكن عبد الكريم في الواقع كان يحب سهره كثيرا ولم يتردد في إخباره بالمكيدة التي تضبر ضده وكما كان متفقا عليه فقد جاء في المساء استدعاء من قائد المشور للمنبهي لوجبة غداء في اليوم فكتب إليه الجواب التالي نعم لقد قبلت وأنا سعيد بأن أحضى بشرف ضيافتكم لكن بادر وبسرعة إلى إعطاء تعليماته بجمع الأمتعة وتهيئ كل شيء ليلا وعند الفزر عندما فتحت بوابتي باب محروق كانت قافلة بالقرب منه تنتظر الخروج فانطلقت إنها دار المنبهي حيث اتجهت شمالا نحو شراردة وفي نزالة بني عمار اتجهت نحو طنجة عبر مامارسكوطة ثم ارتاح المنبهي بعض الوقت بطنجة عند الوزير البريطاني حيث يحس في أمان أكثر ثم ذهب بعد ذلك إلى الحج عبر جبل طارق ومرسيليا والإسكندرية والبحر الأحمر وقد رافقته في سفره إلى البقاع المقدسة الذي دام أربعة أو خمسة أشهر وقبل مغادرته طنجة كان قد كلف صديقه بالنيس بالشروع في بناء منزل له على بقعة كان قد اشتراها لأنه لا يفكر في العودة إلى القصر وفي فاس كان قد ناب عنه بعض الوقت خليفته بن كبور لكن السلطان قد عين محله سيمحمد القباس الذي جاء من الجزائر بعد أن كان عاملا للسلطان بها تنفيذا للاتفاقات بين فرنسا والمغرب ماذا أصبح بوحمارة؟ مطارد؟ متابع؟ إنها أيام قد زالت وانمحت لقد تركت المحلة بتازة تحت قيادة سلمدن القلاوي حيث إن كل القبائل المجاورة قد هاجمت تازة وحاصرتها من جديد ذلك أن غياثة ومكناسة وتسول والبرانيس يحتلون دائما منافذ العبور إلى المدينة حتى إن الأفواج المخزنية كانت مضطرة إلى أن تقصف النيران من فوق الأسوار ثم إن الحياة بها أصبحت أكثر صعوبة خاصة أن المؤن والإمدادات لم تعد تدخل إلى المدينة فضلا عن هذا فإن بوحمارة الموجود بناحية وجدة كانت تقدم إليه وإلى رجاله المؤن والأطعمة من قبل قبائل المنطقة أنكاد، بني بوياحي، أمهاية، بني بوزقو، مصارة بني خالد ويتطلع لأخذ محلة سي أحمد ركينة الذي استرجع وجدة في الحادي عشر غشت بعد أن وصلها بحرا بواسطة الفرقاتة الشريفة سيد التركي وقد علم أن السلطان قد غادر أوطاب عبان وأن أتباعه يحاصرون أفواج تازة المقطوعين في فاس فبعث ببعض الرجال وكتب إلى غياثة فالتهنأوا والترتاحوا فستتمتعون وتنعمون بالراحة بعد أيام كيف ما شئتم وقد دام حصار تازة إلى حدود وانبر وكان عدد الفارين من الجنود يتزايد والمدن القلاوي لا يعمل السوى على تضميد جروحه المتوالية وكان يعاني كثيرا من أجل حفظ النظام وكان يخشى أن يتجه بحمار شرقا نحو تازة بعد أن تكون قد طاردته وزاحمته محلة تركينة وحتى يضمن سلامة الحامية فإنه عمل على تقوية الحراسة في جهة وجدة أي الباب الذي ينطلق منه نحو وجدة فأرسل إلى عين المكان عدة طوابير نظامية حيث كان هناك أربعة طوابير من الرحامنة وواحد من الشراردة وواحد من زمران وقد استطاعت هذه القوة أو الدرع الأمامي المتحرك دفعة واحدة أن تمر دون مشاكل كبرى لتصل إلى قصبة مسون نهارا ولتحتلها دون مقاومة وبعد هذا كله كان حصار تازة يزداد اتساعا وقد نوحظ ذلك أنه عندما حاولنا في إحدى الليالي استرجاع القطيع كانت الوضعية أكثر صعوبة مما كنا نظن حيث كان الأعداء يتحركون بسرعة كبيرة ويقتلون الجرح المتبقين في الخلف وحدهم الرجال الذين كانوا يحسنون الركوب هم من استطاع العودة إلى الساحة أي القاعدة بنفس السرعة التي انطلقوا بها وها هو بوحمارة المخبر بكل المستجدات قد جمع كل وحداته وقرر الذهاب إلى تازة من أجل مد يد العون إلى كل القبائل التي تحاصرها وعندما وصل إلى قصبة مسون استضم بوحدات المدني الأمامية ودام تبادل النار اليوم كله واستغل هبوط الظلام ليرسل رقاصة أي رسلا إلى تازة للإخبار بالوضعية أو الحالة الجديدة وطالب التقوية فأرسل السلمدني على التو الجنود اللازمين بقيادة عمر اليوسي حيث كان هناك النظاميون من طابور الحرابة وبعد رجال القبائل معززين بمدفع 75 سديرة وبوصول هذه الإمدادات عم الأمان ورجع أتباع بوحمار إلى وجده وعلمنا أن الروكي مصاب إصابة بالغة وأنه مختبئ في جبال أولاد زمور شمال مسون وقد كان حراس القصبة يعيشون من إمدادات السكان رغم أنهم غير مرغوب فيهم لكنهم بقوا هناك وقرر المدني مدهم بالمؤن وإبقاءهم في نفس المكان ورجع عمر اليوسي مع مجموعة إلى تازة وبعد شهر اتجهت المحلة كلها نحو وجده حيث اتضح أن الروكي موجود بضواحي هذه المدينة لقد كان الخروج من تازة سهلا لكن منذ الانطلاق من تازة كان السكان وغياثة ينتقمون من أولاد كورونيل الذين لم يستطيعوا اللحاق بالمحلة وقد كان جنود المخزن يسمون هكذا تذكيرا بتأثير الكولونيل ماكلان حيث عنفوهم بكل الطرق وشوهوا جثتهم وصلت الأفواج الأولى من المحلة إلى مسون حيث لاحقنا بالطوابير المعسكرة في القصبة وقد كان مقامنا هنا طويلا خلاله جاء بني وارين وغياثة كعادتهم لإزعاج الحملة من المرتفعات المجاورة لكنه لم تكن هناك أي مواجهات تذكر ولكي يبرز المدني قوتنا ويبهر أهالي الجبال فإنه عمد إلى تصفيف المحلة على شكل دائرة فوق منبسط مسون بكل فرسانها ومشاتها ومدفعيتها وبغالها ومن هنا انطلقنا لنعسكر على ضفاف واد مسون عند أولاد مسعود ثم إلى ملوية قبلة ثم إلى تاوريرت على ضفاف وادزا حيث كان تحرك المحلة معرقلا من قبل بني بوياحي وبني قولل الذين كانوا يرغبون في نهب مؤخرة المحلة وصرقت البغال لكنها ظلت متماسكة حتى اختفى الأعداء وعند مرورنا بتاوريرت كنا نجد كل دكاكين الملاح مقفلة فقد فر اليهود بدون شك إما إلى دبدو أو إلى الحدود الجزائرية وقد كان النهب كثيرا عند مرورنا وفي اليوم الموالي شرع المدني في إطلاق نيران المدفعية يمينا ويسارا على بعض التلال التي تجمع فيها بعض أفواج الانفصاليين ثم وصلنا بعد ذلك إلى ميستيغامار عند باني بوزغو الذين كانوا يستعدون للقيام بعمليات حربية في الجبل لأنهم لو نزلوا إلى السفح فسيهزمون لكن لم يكونوا هم من نقصد ثم وصلنا إلى عيون السيد من لوك حيث أقمنا قرابة أكثر من شهر جاءت خلالها قبيلتي بانيزناس وأنكاد معلنتين الخضوع لكن أغارا علينا ليلا رغم ذلك لأنهما كانت غاضبتين من قوادها الذين استغلوا وجود المخزن لاستنذافهما أكثر وبعد مرحلة العيون القوية هذه وصلنا إلى وادي إيسلي قرب السيد عيسى حيث قضينا الليل وفي اليوم الموالي عسكرنا بوجدة يوجد السيد عيسى على بعد كيلومترين جنوب غرب المدينة لم نلتقي ببحمارة عندما كنا في اتجاه وجدة ظنين أننا سنجده أمام المدينة بضواحي وادي إيسلي لكن هذا المحتال رجع عبر أغبال إلى عاصمته القديمة تازة حيث تابع تضميد جرحه الذي كان يتعبه أكثر وفرد دغائر جديدة وضم الوحدات وإعداد الهجمات المقبلة وكان الهدوء والأمان يسود أطراف ونواحي وجدة فقد كانت المنطقة منهكة من مرور وإقامة هذه الأفواج وأذن بجلب المؤن الضرورية من الجزائر أما الدخائر والعتاد فقد كانت تأتي بواسطة القوافل من لالا مغنية أو عبر البحر إلى ميناء ساي حيث تحملها السفينة الشريفة التركي على امتداد الحدود مع الجزائر حيث نأخذها من قرب زوجبغال فكل هذه القوافل والحدود والبحر القريبة قد ساعدت كثيرا من المغاربة للفرار منهم من رغب في حياة أرغد بالجزائر ومنهم من يود الهروب إلى مينائها يمكن أن يصل منه إلى غرب المغرب ولقاء أسارهم الذين غادروا هم منذ مدة وانتهى كل شيء حيث فصل الشتاء الذي يصعب فيه التحرك العمليات وقد كنا نهاية وانبر بالعيون وفي نهاية دجانبر بوجدة وترك بعض المحاربين سلاحهم واتجهوا إلى قبائلهم للحرث ولم يبقى هناك سوى بعض النظاميين المخزنيين بوجده ولا زال أتباع محمار بتازة كالسابق واتضح للجميع أن الروكي استطاع أن يقاوم المخزن رغم ما أنفقه هذا الأخير من أموال دون القبض عليه فهو الآن يحتل تازة وينتظر ظروفا أحسن للهجوم لكن يبدو أن خزينة بدورها غير قادرة على إتمام مواجهة وقد مضت سنة كان المخزن موجها فيها عنايته واهتماماته إلى الخارج خاصة أن متمردا آخر قد بدأ نجمه يظهر بناحية طنجة إنه الرسوني الذي استغل هذه الإضطرابات ليحصل على امتيازات أكثر وسأحكي لك قصته بعد قليل وما دمنا نتحدث عن بوحمارة فإني سأحدثك عن آخر محاولاته في فبراير 1904 نودي من المحلة بوجده على الملازم سديرة ومدفعه 75 الذي طالما حسم في المواجهات وقد كانت ثقة المخزن كبيرة في المدفع 75 فطلب أعداد أخرى منه بالإضافة إلى 500 قديفة مدفعية وأثناء حصار تازة كان غياثة قد أعطوا 800 ذور لمن يجيء برأس سديرة فالتحق هذا الضابط إذن بالرباط بحرا ثم إلى فاس حيث بعثه قائد البعثة العسكرية الفرنسية فاريو الذي عوض الكولونيل سان جوليان في أبريل 1903 إلى طنجة مدربا للمدفعية لكن استدعي من جديد في نهاية دجمبر 1904 من وجدة خاصة عندما شاع خبر وصول بوحمارة وبالفعل فقد غادر الروكي بمحلة قوية تازة بعد أن أخذ ما يكفيه من العتاد والمؤن وتحرك عبر الطريق التي جئنا منها خلال فصل الشتاء لتصل إلى مشارف المدينة وعندما علم المخزن بهذا الهجوم استقدم المدفعية واسديرة مع مدفعه 75 من طنجة حيث وصلوا بحرا ولم يبقى بوجده سوى بعض الوحدات النظامية وقد كان طول وقت العمليات والشك فيما سيؤول إليه الأمر غدا وانقطاع اتصالات المغرب بالخارج والحياة المدطاربة في القبائل قد دفعت بالكثير من غير النظاميين إلى مغادرة المحلة تحت ذرائع مختلفة حيث غادر بعضهم المحلة بحرا لكن أغلبهم اتجه نحو الجنوب الجزائري أو الجنوب المغربي وهكذا عبر المدني مع بعض القواد ووحداتهم أيضا وبشكل متتابع إلى الجزائر ولم يبقى سوى جنود الطوابير مع قواد الرحى وأرسل بعض القواد الجدد من فاس بحرا وهم مولاي مصطفى ابن مولاي عبد الرحمن ابن سليمان قائدا عاما تحت إشراف سيد بوشت البغدادي وسيد عبد الرحمن بن عبد الصادوق ستحاصر إذن أفواج الروكي المدينة قريبا حيث وجدوا شريكا ثمينا بوحمار الشهير والمتمرد الجزائري مع وحداته من أولاد سيد الشيخ والشعامية أعتقد أن بوحمار عندما رجع إلى وجده لا إلى فاس كان لا يريد أن يدخل على أهل فاس إلا وهو شريف معتمدا في ذلك على خليفته بعمامة يشرفه على كل وحدة تسمى أصمارة الصغيرة وقصف من هناك المحلة الشريفة المعسكرة بسيد موسى كما كان يساعد حلفاءه بصوقات أسبوعية ضد وجده كما كانت المحلة تقوم مرارا بخارجات من وجده فقد تقدمت مرة بشكل غير مبال نحو معسكر بوحمار مسيئين تقدير قوة بوحمار وبوعمامة الموجودة بجانب المدينة وقد كادت أن يقبض عليها ورجعت مهزومة إلى وجده مخلفة خسائر كبيرة وعدة قتلى وجرحى في 3 يناير 1905 وبعد هذا سوف يأتي دور أعدائنا ليتابعهم ويعنفهم أتباعنا بقيادة أحمد بن كاروم في 23 يناير فمرت شهور دون أن يكون هناك شيء يذكر وعلمنا في أحد الأيام أن المتمردين كانوا يحاولون دائما نهب المدينة وقد كان بوحمارة ليس فقط بوعمامة الذي جاء من بني مظهر جنوب وجده لكن أيضا عبد المالك الذي جاء مع أتباعه من شمال تازة فبعثوا بمخبرين لهم إلى معسكرنا ليجعلوا جنودنا يفرون إنكم لستم مسلمين حقا ما دمتم تحاربون مع المسيحيين إنكم دائما أولاد كورونيل فتعالوا معنا وانطقوا بالشهادة فقاموا بعمليتهم مساء يوم ثمانية وتسعة أبريل وقد كان بوحمارة ونظاميوه ومدفعيته متمركزين في أعالي جبل أصمارة الذي حذثتك عنه وقد كانت الجهة اليمنى مكونة من وحدات بوعمامة وأولاد سيد الشيخ والشعامية المعززين بزقارة وبني يعلى وكانت الجهة اليسرى الأكثر حركية مكونة من فرسان السجة وأنكاد ومهاية وبني محيو وبني بوزقو وكانت الحرب شديدة وعنيفة حتى إن رجال بوعمامة كانوا يصلون إلى حدود خيامنا لكن الجهة اليسرى كانت لا تحارب إلا متراجعة وفي نفس الوقت كانت مدفعيتنا تقصف نحو سمارة بفعالية لا بأس بها لإجبار بوحمارة على التراجع في 9 أبريل 1905 كما كانت هناك هجمة موازية تغلبنا عليها بدورها في 30 ماي وفي الأخير واجهنا محاولة أكثر شراسة حيث انتظمت أفواج الهجوم في ثلاثة حملات وصلت إلى حدود خيامنا ولولا تدخل مدفعية البعثة العسكرية الفرنسية لن هزم أتباعنا وعند نزول الظلام طاردهم المخزن إلى ما بعد واحد يوليوز وظل السلطان دائما في فاس مهتما شيئا ما بأفواجه المحاربة بوجده وقد كانت الاتصالات بين العاصمة ومحلتنا تتم دائما إما من الجنوب أو عبر البحر ولإنهاء هذه العملية الأخيرة ترك السلطة المطلقة وفوض الأمر لنائبه بطنجة سي محمد الطريس وقد كان لتدخل الحكومة والأموال الفرنسية بدون شك أثر واضح في إخضاع المخزن لعبد المالك وبعمامة وبالنسبة لهذا الأخير فإن ابنه السيطيب قد سلم نفسه للسلطان الذي سجنه بموغادور وقد كان الجزائري الذي كان متمردا دائما على الحدود الجزائرية المغربية يطالب الحماية أي بالنجوء السياسي في فرنسا أما المخزن فقد كان يريد الاحتفاظ به رهينة لتفريق بعمامة أي أبوه عن الروكي بوحمارة ووصل هذا الرجل إلى طنجة ليركب سفينة غاليلي والذهب إلى الجزائر حيث بقي بها إلى حدود 31 يونيو 1906 وبعد هذا التشتيت للقواد المتمردين بدأ نفوذ بوحمارة يتقلص بشكل واضح وبدأ عدد أتباعه يتناقص بعد أن وجدوا أن سمعته وبركته لا أساس لهما من الصحة خاصة أن وجده بقيت صامدة أمامه خلال شهور وذات صباح من شهر أكتوبر أصبحنا ندخل ونخرج من وإلى المدينة بحرية دون وجود أي عذو فقد التحق الروكي بجباله فقد ذهب عند سلوان قرب البحر مع مخزنه الصغير حيث كان يزود وبسهولة بالأسلحة والمؤن بل والأطعمة أيضا وينتظر ظروفا أحسنة للدخول من جديد في المواجهات وقد كان فقد كثيرا من ولاء القبائل له خاصة بعدما علمت بعلاقاته أيضا مع الإسبان والفرنسيين ولم نعد نتحدث عنه كثيرا بل توجه الاهتمام كله إلى رجل قوي شريف حقيقي تتنامى قوته نحو جهة فحص المسمى الرسوني الذي سأحدثك عنه وإلى أخ مولاي عبدالعزيز وخليفته على الحوز وسوس منذ نوامبر 1901 وأعني مولاي عبدالحفيظ لقد كان المخزن مريضا بالفعل ففي الشمال كان بوحمارة يلعب دائما لعبة السلطان خاصة أنه شريف وفي الجنوب كان أخ مولاي عبدالعزيز يستعد للانقلاب ضد أخيه الذي لم يعد يستطيع ضبط أمور منزله وينتقده كثيرا على إضاعته الأموال والترفيه واقتراد النقود وعن تراخيه في مواجهة المتمردين المحيطين به أما وزراؤه الذين ينتظرهم مؤذرة المخزن فكانوا في صراع دائم فيما بينهم ولا يفكرون سوى في جمع الأموال وتصرفوا مثل وحدات القبائل التي شرعت في نهب أمتعة المحلة المهزومة قبل الهروب إلى دواويرهم كفئران أمام كيس قمح مبعوج